مثلاً تيجي تزرع شجر بمخيمات لبنان الفلسطينيين يروح يشيلوا هذا الشجر يلموت وأول ما نخرج من الشمال هي الأونروا وتركت اللاجئين بالشمال للمجهول ينظر إلها على إنها شبه دولة صحيح ووصل فيهم إنه يحطوا بند لمراقبة الحسابات الشخصية على السوشال ميديا للموظفين لإنه في نوع من التحريض داخل مناهج اللي بتعلمها الأونروا داخل مدارس إنه هاي بطاقة التموين هاي هوية أصبحت العلاقة بين الأونروا مربوطة أكثر بمنظمة التحرير منها بالنظام لبناني الرفاهية الاقتصادية هي مدخل لإدماج الفلسطينيين داخل المجتمعات المضيفة إذا بنفع نحكي بين قسين التطبيع مع الأونروا على مستوى عام وشعبي بلشت من مدخل التعليم يون في تشريع داخل الكنيسة إنه اعتبار الأونروا هي منظمة إرهابية التهجير مثله مثل أي برنامج آخر ما بينفع تواجهه بشكل فردي مرحبا أنا أياد حمدان باحثة بالمركز العربي لحاف ودراسة السياسات في الضيفة تقارب اليوم مع أحمد بيقاوي الحلقة ما كانتش سهلة أحمد دائما استخدم الضيوف بالأسئلة اللي شوي فيها طابع عاطشي شخصي بتوتيك على محلات يمكن بالوضع العادي ما نحن باش نروح لها الأخص لنا كأكاديميين لباحثين استمتع في الحلقة مع أحمد أتمنى أن نقدمت لكم معلومات أو فيها إشي فيها إضافة لبرنامج تقارب ولمستمعين تقارب مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد ألبيقاوي وضيفتي لليوم العزيزة أيات حمدان يحكى في الرواية الشعبية بأنه رأي اللاجئين كان فيما بعد تأسيس الأنروا وفي نشاطاتها بأن الأنروا جاءت لتطويل أمد قضية اللاجئين وتأجيل أي حل لها وتخدير اللاجئين أكثر من تعزيز صمودهم أو إيجاد حل لهم ولو حلول آنية على مدار الأسنين دخلت القضية الفلسطينية بأكثر من مرحلة وبنفس الوقت تغير شكل الأنروا وتغير الرأي فيها حضرت في أماكن أكثر وضعف وجودها أكثر في أماكن أخرى نتيجة تفاصيل وعوامل تتعلق بعلاقتها مع الأنظمة تغير حكومات على مستوى خارجه وبنفس الوقت تغير أشكال الاحتلال وأشكال قمعه فعليا للفلسطينيين عموما وكافة المؤسسات الداعمة أو الناشطة ما بين قسين في القضايا الفلسطينيين وقضايا اللاجئين تحديدا الأنروا اليوم من أهم المؤسسات الموجودة يمكن الأرقام اللي تذكر بين الحين والآخر بتأكد فعليا مستوى أهمية وجودها بشكل أساسي لما بنا نحكي على التعليم نحكي على مدارس الأنروا لما بنا نحكي على سبيل المثال أيضا على الطحين والقمح نجد فعليا أن الأنروا مسؤولي عن تزويد 60% من أهالي غزة بالأنروا بالطحين أو القمح قبل ما نبلش حوارنا للتعرف على السياقات التاريخية للأنروا وين هي واقف اليوم وشو أثار فعليا الحديث عن إغلاقها أو تحديد نشاطها أو ضربها بأي شكل من الأشكال بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه شكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب قنوات الاستماع والتفاعل مع هذا المحتوى وشكرا أيضا على استثماركم في دعم بودكاست تقارب ودعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف وبهيك ما نبلش بس نتأكد بعمل موجات آه بعمل موجات بعمل موجات خلاص بلشنا بلشنا نهلا وسهلا ممتازة أنت هذا أول بودكاست بتعملي صح؟ نعم وكل مقابلات كنت أشوفها بشكل رسمي وإلي فخل إلي سون معك آه تلفزيون وصحافة الشرف إلي أهله سهلة أيها ليك يا رب بس دائما فعليا بيكون هيك فيه نمط لقاءات هناك ونمطهم بس شو رأيك أنت بالنمطين وين بريحك أكتر؟ صراحة بريحني النمط الأول لأ أنا بكل فيه خلاص أنت جاي وتحكي هيك بشكل رسمي ومهني تحكي بموضوع كتير كتير محدد وخلاص ومدة اللقاء كمان بالعادة بتكون قصيرة يعني لقاء لساعتين بفوت بكتير جوانب من حياتك الشخصية إلى جانب الموضوع اللي أنت عم تتناوله هذا التنقل اللي بتم خلال الحلقة يعني هو لطيف للسامر بس بيكون عمق على المتحدث أنا هيك في رأيه بس بس أنت يعني أنا وياك خيضين حواراتكو بالهيك مع بعض صح؟ آه بس بشكل غير راح بشكل غير مسجل غير مسجل بس ورما يعني هو فعليا لا إحنا كانت حتى جزء من المتعة أنه كيف التنقل من موضوع لموضوع فبعتقد يعني صحيح أنه يعني بتحفظ على تحفظك أنا لا هو مش تحفظ أنت سألتني لا باري عن إيش الفرق بين التنين مع إيش الفارق بالتجربة وكم سنة أنت إليك برى البلد؟ الآن 11 سنة 11 سنة طيب بعد 11 سنة فقاليا كيف بتحب تعرف حالك اليوم غير البيو اللي موجود عنك على جوجل أو على حسابات المركز العربي هذا ما صعب أسئلتك أنا نودت في فلسطين بقرية اسم هرافات لعائلة مكونة من سبع أبناء أربع شباب وثلاث بنات أنا البنت الأولى فيهم تعلمت يعني بدأت مرحلة التعليم بمدارس رحم الله ونشأت فيها كملت دراستي في جامعة بيرزيت طبعا بدايت تشكل وعي وتطوره كان خلال الانتفاضة الثانية لأنه هي عرفتني أكتر على الطبيعة العنيف للنظام الاستعماري اللي إحنا نخضع له كفلسطينيين فبتعرف ميزة الانتفاضة الثانية كانت الإجتياحات والقصف الجوي الطيران والأباتشي حتى لدرجة أنه إحنا كن بقى صغار بس عم نتعلم أنواع الأسلحة الإسرائيلية اللي عم بتصير فهناك بلش يتشكل وعي وعلاقتي مع الاستعمار الاستطاني بفلسطين مثل ما حكيت كملت دراستي بجامعة بيرزيت وهي أضافت طبقة أخرى من علاقتي بفلسطين وطبيعة فهمي والعلاقة مع النظام الاستعماري أيضا بفلسطين أنهيت اللقب بين الأول والثاني في جامعة بيرزيت كانت تجربة إضافة أنها تجربة أكاديمية كمان تجربة على المستوى الشخصي بأنه لجانب أنه تسقل معارفك كمان تسقل هويتك سواء السياسية أو البعرفية أو الثقافية فيها جو مهم جدا وأنا يعني بحس حالي بحظوظة أنه كنت يعني درست وتعلمت بهاي الجامعة نتيجة الأجواء اللي بتحتضنها الجامعة كمان انخرطت بالعمل للأهلي الفلسطيني وكنت جزء من هذا العمل وجزء من المبادرات اللي كانت تنشأ عنه والآن بعد هيك انتقل لحياة خارج فلسطين انتقلت للدوحة للعمل بالمركز العربي لأبحاث ودراسة السياسة أيات كيف بتحبيش تم تعريفك أو وصفك هلأ بحبش دائما الاختزال أنه حد يختزلك بإطار سياسي أو بمجموعة اجتماعية معينة أو مكان جغرافي ضيق يعني بحب أنت من الفلسطين بستعرف أحيانا تفرد ابن مخيم أو بنت قرية ابن مدينة ابن عائلة يعني هاي الوصف الضيق هذا ما بحبه بحب دائما الانتماء الجمعي كهوية جمعية وطنية وعلى المستوى المهني كذلك بحبش الدكتورة من مرة عكس أجيال سابقة كانت تشترط الدكتورة صحيح بس بتخيل حتى في الأجيال الأصغر في البعض بحب بحب هذا اللقب لأنه بيعطي ستيتوس بيعطي مكانة اجتماعية أو معرفية معينة وكمان الناس بتتعب لتحصل على هذا اللقب فبحس أنه منواجب الآخرين أنه ياخدوا بعين الاعتبار ففي حتى يعني بحس أنه بعض يعني أكيد هي سمة الأجيال القديمة ولكن بعض الأجيال الجديدة كمان يعني بشوف مثلا بمواقع التواصل الاجتماعي عند الاسم دائما بيكون اللقب الدكتور أو الدكتورة كذا مثلا والأكاديميين أنا عن بحكي فبحس شوي في السمة الغالب أنه بحبوش بس في جزء كمان بحب لأنه في حوادث بحس لما بدي أتواصل مع الضيوف حتى أنا بكتبش يعني الرسالة هي يعني الرسالة اللي ما بعتلك إياها أنا لأنه نحن قطعين شاطة التعرف الرسمي بس بكاتبها بالعامية أكتر فعليا فبحاول هيك أكثر يعني أكثر حاجز ما ففي في حدا اللي ممكن يعني يوقف يعني أنه لأ ليش يعني فيه زي كأنه فيه تقليل من الاعتراف أو شي زي هيك وبعتقد مرة بسألت نورة عريقات بقول لها نورة لش ما شرطيش عليك كنت طالع أصلا وقتها يعني ما كلي ضربتين في هذا الموضوع بقول لش ما طلبتش مني حكي لك دكتورة وعصبت علي بالحلقة تقول لها أنا أصلا ليه أنت لازمت نديني بالكارير تبعي بشغلي أنا صحيح بس كمان من ناحية جندرية إلى واقع آخر أحيانا نبحث بعض الأكاديميات من النساء داخل الإطار الأكاديمي بتحب تشدد على هذا اللقب لأنه تعرف في مجتمعات الكورية وحتى حتى بالغرب اللي هو قطع أشواط مفروض بحقوق المرأة وحضورها في الحيز العام أنه بتضطر أحيانا تفرد هذه الحدود وتفرد وجودها لأنه أحيانا تتاخذ بسهولة أكثر من التعامل مع لو الأكاديمي رجل فأحيانا بعض الاعتبارات الجندرية تفرد تشدد أحيانا بهذه الألقاب أيات الحادث الأولى اللي حولتك لفلسطينية فاعلة يعني مشتبكة ناشطة شو هي؟ هل سعيب أني أحكي عن حدث معين بس إذا بدك الانتفاضة التانية كحدث حدث له سيرورة مستمرة لسنوات قبلها ما كان في صورة محددة أو حادث صار معك بشكل مباشر أو مع حدث تاني؟ أكيد بس تعرف ذاكرة الطفولة بتكون الأمور مش بوعيك سياسي بتكون بوعيك العاطفي بوعيك لشو أنه ورثته يعني مثلاً أنا بتذكر دخول السلطة الفلسطينية لمدينة رامول وكان في لقاء في هناك بهذه الفترة كانت تسمى الإدارة المدنية أنه كان الحاكم العسكري يقيم فيها بعدين تحولت للمقاطعة بعد ما استرمتها السلطة الفلسطينية فكنت أنا بالابتدائي وكل الناس راحت تجمهر هناك وأمي أخذتني أني أروح أشوف لأنه أبو عمار بده يحكي أبو عمار اللي إحنا بنعرفه من خلال التلفزيون وصور اللي على الحيطان واللي بالشوارع فكان إنه هاي أول مرة عم بشوف رمز وطني إحنا دايما منشوفه بالصورة دي أسمعه بالبث الحي وأشوفه يعني فروحنا وكانت على ما أذكر إنه كانت كتير كتير شوب لدرجة إنه أنا كانت يغمى علي إنه أنا أستنى ياسر عرفات لو يطلع يحكي يعني بتذكرها بشيء كتير بسيط يعني بتذكر إنه سمعت صوته وسمعت إنه بس كان كتير بعيد ما شفته وهاي الحوادث بلشت تتكرر بالتسعينات يعني نهاية التسعينات إنه تكون أنا مع إمي أو مع أبوي أو مع حدا من إخواني ويكون ياسر عرفات في سيارة طبعا وعم بيأشر بالناس ففي مرة من المرات كان طلع إيده وعم بيأشر أنا عم طلع ليه بيأشر إلي يعني فكان فيه أشياء زي هيك إنه تحول من جمز إنت عم بتشوفه بالشاشات ممكن تلتقي بالشارع يعني إنه تشوف سيارة الرئيس عم بتوان بالشوارع فكان هاي هاي بعض المظاهر اللي هي يمكن الجيل الأكبر منها كان عنده تحفظ عليها بدارة الانتقال من منظمة التحرير وآسلو والخوض في اتفاقية أوسلو لغالبيت الشعب الفلسطيني كان رافض الها كاتفاقية وهيك بس انفردت كأمر واقع بحياتنا اليومية فيمكن بهذه المرحلة ما كان هذا الوعي لسه متبلور أنا عم بشوفه بإطار الرمزيات والأمور العاطفية اللي حكيت عنها بس فيما بعد مع النقاشات اللي كل ما بتكبر بتخوضها بعيلتك بمجتمعك بمدرستك بجامعتك بتبلش الأمور تاخد طابع آخر وبتحمل محمل الأخرى يعني بمعانيها تنعكس عليك على أفكارك مواقفك اللي هي بتبلش تشكلش خصيبك خليلي كأنه اللي عاش الصور اللي انت بتحكي عنها تبعت أوسلو أو يعني اللي اللي ممكن يجاوبني على السؤال هذا ويبلش من هناك هو هات جيل أوسلو هات جيل أوسلو هو هات اللي احنا مبتهمين فيه هو هات اللي هو يعني أول بتذكر صور الدخول وبتذكر صور الأعلام الفلسطينية وبتذكر صور جيش فلسطين وجيش إسرائيلي وبتذكر صور أبو عمار داخل فعليا صح صح يعني هذا جزء منه أو يمكن هو أكبر شوي منه يعني الأجيال اللاحقة بس أنا بتخيل أنه هاي مرحلة مبصلية لأنه الجيل اللي أكبر منه هو جيل العمل الفدائي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية اللي هي حاضرة بشكل قوي واللي هي شعراتها موجودة شعرات المنظمة موجودة لفجأة كل هذا يتراجع لصالح أنك تشوف شعرات السلطة الفلسطينية والعلم الفلسطيني بيرفرف بكل أريحية على المدارس المؤسسات الحكومية الناشئة بتلك الفترة فيعني هذا كان تغير كبير بالنسبة لهم بالنسبة لنا يمكن كنا أخذنا بشكل طبيعي لأنه هذا اللي كبرنا وعشنا فيه يعني أنا بذكر أنه إخوان يعتقلوا أنه رفعوا العلم أو أنه كانوا يكتبوا على نحيط ومنظمة التحرير أو شعرات الفصائل اللي كانوا بينتموا لها بتلك الفترة يعني فهاي كانت مرحلة مختلفة عن الجيل السابق لإذن الجيل اللي كبر يعني يعني يمكن المعاصرة الأولى اللي أعادتنا متل جيل الانتفاضة الأولى هي الانتفاضة الثانية لأنه رجعت تكثفت الحالة الاستعمارية بعنفها المباشر على الشعب الفلسطيني فبدأ يتكون هذا الجيل الجديد كمان أنه يربط وعيه بالجاري أنت وانت قاعد بتحكي على الرموز قاعد بتذكر القصة اللي بضل برد ضل أرددها وأذكرها لما كانوا بعملوا شفت بتغيير الرموز فواحد من الأشياء كانت بين موطني وبلادي أو فدائي فإحنا كان في طوشي عليه دايما في المدرسة بين الأساذة وعند الإذاع المدرسي فإحنا وإحنا صغار نكون ليش بتفاجأ ومرة يحطونا هاد مرة يحطونا هاد يعني هذا هو جيل أوسلو بس بتذكر فعليا أنه لما كان في محافظ طول كارم جاي فإحنا هسا كل الرموز لازم تكون الرموز الجديدة على المدرسة فإحنا ميزت أنا ميزت أنه المحافظ اللي جاي وهذا رجل مهم متابع لياسر عرفات لما الأساذة فعليا لزقوا على ظهر كل واحد قدامنا اللي هي فدائي لأنه همش حافظينها ففعليا المحافظ جاي بدأش نشغله موطني بدأوا مشغلوله فعليا فدائي والطلاب لازم ينشدوا فعليا وإحنا مش حافظينها فحطونا إياها وأظن نحن ماشيين كان لازم نخبيها يعني كمان إنه نسترها ستر فوقتها كل فكرة العالم الفلسطيني الرموز فدائي موطني كل هذه الرموز اللي كانت تتغير كانت ملفت كتير يعني في حينها في فترتها آيات من مكان تاني قضية اللاجئين إذا بدي أرجع كمان لقضايا الصور اللي بنحكي عنها وإنت أو شو أول الصور اللي شفتيها عنهم لاجئين لاجئين أنا خالتي بتعيش بمخيم يعني على أطراف مخيم الأمعي وتعرف إحنا بفلسطين العائلات يعني علاقتها كتير وثيقة يعني بمضوا أيام عندهم بمضي أيام عندهم فهيك فدائما كان عندي هذا التساؤل هذا التساؤل الضفولة السادة اللي أنا بحكي فيه إنه ليش يعني مخيم طبما هو مكان يعني موجود برمالله على حدود رمالله ومدينة والبيرة إنه ليه هذا التمييز ليش لهذه الدرجة وكان فيه إصرار كمان من سكان المخيم على هاي الرهمية إنه إحنا أبلاء المخيم بنات المخيم هذا المخيم إله قداسته إله قداسته للناس اللي جوه المخيم وإلما إحنا كشعب يعني ليش أحكي كناس ما تعرضت للتهجير والإقتلاع بتجربة 48 فدائما فيه كان هالة حوالين المخيم والعلاقة معه والناس اللي فيه لأنه تعرف الفدائيين حركة التحرر الوطني والفدائيين طلعت من المخيمات وضل دائما عندنا رمزيت المخيم هو مش بس تعبير عن النكبة وتعبير عن التشرد والاقتلاع هو أيضا تعبير عن الوطنية الفلسطينية وعن الكفاح من أجل فلسطين الكفاح من أجل التحرر وتقرير المصير والعدالة في فلسطين تاري دائما السؤال المخيم كمكان وكرمز كان حاضر من الطفولة لحد ما تبرد يعني لأنه ما في حدد فلسطين أو ربيو عاش جوة فلسطين التحديد بالطفة الغربية وغزة إلا المشهد المخيم هو جزء طبيعي من المشهدية اليومية ومن بصره ومن تفاعله ومن كمان العلاقات الاجتماعية المعقدة اللي كل ما تكبر بتصير تحس فيها يعني كمان في وصمة اجتماعية إذا سئنا عشان ما شئنا عشان ما نضل هيك خليين الأمور بإيجابياتها والأمور البرقة لا كمان في وصمات اجتماعية خلقت بين ابن مخيم ابن قرية ابن مدينة إنه هذا لاجئ هذا مش لاجئ فيعني هاي كمان حساسيات اللي أنت بتصطدم معها وتلتقي فيها وتختلف معها بواقع الاجتماعي اليومي بتعتقد بتعتقد كمان أنه الجزء من فصل الخدمات دائما يعني عن المخيم عن طول كرم مخيم طول كرم وطول كرم يعني إحنا في المدارس فعليا البلد كلها اختلطت مع بعض العالم اختلط مع بعضه فدائما الأبناء المخيم فعليا بمدارس الأنروا صح إذا بدي أجي هيك أفكر من بعيد إنه المخيم بمؤسساته ساهم بجزء من الفصل اللي أنت بتحكي عنه أو النظرة اللي أنت بتحكي عنها صحيح هو لأنه في تشكل تاريخي للمخيم يعني التشكل مع حدث النكبة بشكل أساس عام 48 وهجرت الفلسطينيين من 48 اللي هن تهجروا سواء طلعوا من أراضي المحتلة عام 48 الأراضي اللي اختلت لاحقا عام 67 أو طلعوا على الدول العربية المجاورة تجربة اللجوء كلها تجسدت داخل المخيمات كعنوان للفقر عنوان للتهميش عنوان للحرمان من الحقوق فبتالي المخيم شكل هاي المساحة وإجا إنشاء الأونروا عام 49 هو التأكيد التاني على خصوصيات المخيم بالحالة اللي انت حكيت فيها بما يتعلق بالخدمات تعليم الصحة الخدمات البلدية يعني من كهربة مية طرق يعني الأمور المعيشية اليومية لحياة لحياة السكان هاي التمايز الخلقها عن الأطر الحضرية الأخرى سواء بالمجتمعات المضيفة أو داخل فلسطين هو وجود مؤسسة مثل الأونروا اللي بدأت أساس عملها بشكل أساسي هو تقديم الإغاثة وتقديم الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين باتجاه أنه يحققوا الهدف الأساسي هو العودة إلى الأراضي التي هجروا منها عام تبعي وقالبعين فبالتالي هذا الفصل تم ماديا وسياسيا إذا بلدك واقتصاديا واجتماعيا نتيجة لتميز دور الأونروا والتفويض اللي إلها على اللاجئين الفلسطينيين والأول هن المخيمات هي النموذج البارز فيها أياد شو بتعتقد لشكل اللاجئين لو لم تؤسس فعليا الأونروا أكيد الأونروا كان لها دور أساسي بأنه ساهمت في تشكيل هوية الفلسطينيين كهوية مميزة داخل المجتمعات المضيفة لأنه عدا عن هيك كان بده يصير في حلول بالمعنى أنه تقديم الخدمات يتم عبر الدول للمجتمع الفلسطيني المهاجر وبالتالي يعني بيضوبوا يعني بيكونوا موجودين بالنسيج الاجتماعي الموجود بس ما في مكان معين أو جهة مخصصة اللي بتحافظ على ثبات هوية وجودهم المادية والسياسية يعني أنه وجود الأونروا هو ثبت هاي الحالة الانفصالية ما بين المجتمعات المضيفة وما بين الفلسطينيين وهذا يعني ممكن نحكي فيه كتير لأنه إله إشكالاته أصلاً مع تأسيس الأونروا الفلسطينيين ما رحبوا فيها يعني ما كانت المكان المحبب لهم ولكن للأنظمة العربية أيضا اللي نشأت فيها الأونروا إحنا منحكي عن تفويد الأونروا وهو بيشمل خمس مناطق جغرافية هي الأردن سوريا لبنان الضفة الغربية وغسا فطبيعة العلاقة مع الأونروا في كل بلد بتختلف عن الآخر بدرجات متفاوتة من الإيجابية للسلمية إضافة إنه في شيء واحد أو إشيين بيجمعوا العلاقة مع الأونروا واللاجئين الجانب الأول إنه هاي المجتمعات حست أنا بحكي هلأ على المستوى الرسمي مش المستوى المجتمع إنه وجود اللاجئين ووجود وجودهم داخل جسم اسمه الأونروا اللي هو بيهتم في خدماتهم بيهتم في المخيمات وبيرفع عنهم العبء الاقتصادي لهاي الكتلة البشرية اللي إجت على مجتمعاتهم كان هذا فيه ترحيب لأنه ما بدهم كلفة إضافية للتعامل مع هذا الكم البشري من الفلسطينيين القادمين على أراضي الدول المنظيفة هذا كان التعاطي الإيجابي التعاطي السلبي إنه دايما كان فيه معضلة أمنية إنه قد يشكل هذا الحجم السكاني تهديد أمني للأنظمة القائمة في هاي الدول وإنه يصعب السيطرة عليها لأنه فيه هوية مميزة للفلسطينيين عم تتشكل وهم كفلسطينيين كلاجئين عم بشددوا عليها وبشددوا على خصوصيتهم كفلسطينيين لأنه هاي الخصوصية كهوية مربوطة بحقهم بالعودة اللي ضمنته اللي ضمن القانون الدولي اللي هو متمثل بالقرار 194 فبالتالي هاي العلاقة اللي نبانت مع العكسة على اللاجئين إنه صار الأنظمة هاي تشوف فيها الجسم اللي بتيرفع عنا العبء الاقتصادي المادي اللي احنا بتبو لكن إنه هي كمان الجسم اللي بحفظ على خصوصية لهاي الهوية اللي ممكن تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني داخل هاي الأمن اللي تحتضن اللاجئين الفلسطينيين كمان في الأراضي المحتلة يعني إسرائيل علاقتها بالأونروا تعرف هي رحمت بإنشاء الأونروا ولكن هي ما كان في عندها بعاطي مباشر مع الأونروا قبل ال67 إلا بضرف واحد بال56 لما دخلوا على غزة بشكل مؤقت وتركوا فالتالي التعامل الأساسي مع الأونروا كان بعد حرب 67 ودائما إسرائيل كانت بتشوف في الأونروا إنه هي مؤسسة تديم وضع اللاجئين وإنه هي بتصر على هوية فلسطينية فبالتالي من هون كانت محاربتها حتى من البدايات من بدايات يعني التعاطي معها بال67 طبعا كل نظام استقبل اللاجئين والأونروا وتفاعل معها بطريقة مختلفة بعشي إذا بتحب إنه ممكن نحكي عنهم أو إنه تكمل بالأسئلة حتى ما نوضع لها زي ما بدك أنت بتعرفي ما فيش فيش إدارة فأنت وين بدك تروحي روحي بس عندي استفسار إذا بتسمحيلي بس بالنقطة هاي بنفس المرحلة اللي عم تحكي عنها كان فيه توجس كمان عند اللاجئين يعني بالحكاية الشعبية إنه الأونروا أول ما إجت ما كانتش محبوبة حتى فكرة إنك إنت تروح وتاخد كوبوني أو تسجل فعليا بالأونروا ما كانتش كان عليها خلاف يعني أو كان كان عليها نقاش ممكن أفهم خلفيات هذا التوجس في حينها الخلفيات هاي إلها أسباب عديدة السبب الأساسي مربوط بدهنية الفلسطينيين متعلق بالأمم المتحدة إنه الفلسطينيين كانوا يشوفوا الأمم المتحدة أساس مأساة الفلسطينيين وخصوصا بالقرار 181 قرار التقصيد اللي هن بشوفوا بداية المأسا وأنه تبنتوا الأمم المتحدة وهذا اللي أدى إلى تسريع الحركة الاستعمارية في فلسطين وضياع فلسطين من الشعب الفلسطين فبالتالي هاي الوصمة الأولى للأمم المتحدة كجهاز عام الشيء التاني هو متعلق بتفويد الأنروا إنه هي تسعى لإغاثة وتشغيل اللاجئين فكانوا الفلسطينيين نحسوا إنه هاي جاي لتدمجنا بالمجتمعات اللي إحنا فيها وإنه نندمج وننسى حق العودة وتمنعنا من العودة على فلسطين فبالتالي كان هذا تحدي أساسي ومن هون اللي أنت بتحكي عن بطاقة التموين وإنه إنه الفلسطينيين بالبداية اللي حد منتصف الخمسينات كان فيه عداء حقيقي مثلا تيجي تزرع شجر بمخيمات لبنان الفلسطينيين يروح يشيلوا هذا الشجر يرمون لأنه هن صاروا يفكروا إنه فيه نوع من الإدامة لوضعهم كلاجئين وبقاءهم بهاي المجتمعات ومنعهم من ممارسة حقهم بالعودة للوطن المحدن فبتالي من هون نشأ هذا في شيء ثالث متعلق بإدارة الأونروا نفسها يعني إدارة الأونروا من تأسيسها لليوم اللي بحتل فيها المناصب العليا هم الأجانب من دول محددة يعني من الولايات المتحدة بريطانيا كندا إنه ولا مرة كانت يعني المفوض العام للأونروا إنه هو فلسطيني أو عرب إنه دائما هي من جهات أجنبية فهذا أيضا خلق شكوك عند الشعب الفلسطيني أو عند اللاجئين من نوايا هاي المنظمة وهلأ فيه إشي آخر إنه في تأسيس سبب تأسيس الأونروا هو بتعرف فيه جهتين بتختص هلأ نحكي تكنيكل بتختص باللاجئين الفلسطينيين أنشأتهم الأمم المتحدة اللجنة الأولى هي لجنة الأمم المتحدة للتنصيق بشأن فلسطين اللي هي اختصارها UNCCP واللي هاي كان هدفها هو إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وكمان توثيق ممتلكات اللاجئين اللي خسروها خلال الحرب باتجاه التعويض لأنه هاي المؤسسة هي جزء من قرار 194 لحق العودة وتقرير المصير فبالتالي هاي اللجنة اختصت بهذول الأشياء إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين ورصد وتوثيق الممتلكات واللاجئين الفلسطينيين هاي اللجنة هاي الهيئة شكلت كمان لجنة داخلها اسمها اللجنة الاقتصادية لجنة الاقتصادية كان هدفها أن تروح وتتلع على أوضوع اللاجئين في البلدان العربية المختلفة فكان توصية هاي اللجنة وطبعا هي عليها هيمنة أمريكية بتلك الفترة أنه الإدماج الاقتصادي للفلسطينيين داخل أنه الرفاهية الاقتصادية هي مدخل لإدماج الفلسطينيين داخل المجتمعات المضيفة بالتالي هاد أضاف طبقة أخرى من أن الشكوك في الأنروا ودورها في القضية الفلسطينية في ناحية المنشأ القانوني فهاي اللجنة وسط بإنشاء الأنروا ونتيجة إلها بالتسعة وأربعين أنشئت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فهاي المستويات طبعا كان كان في توجس مشروع من الشعب الفلسطيني تجاه الأنروا ولكن هاي الأمور تغير بالتفاعلات لأن مع الوقت مش بسبب الوكالة بسبب الفلسطينيين أنفسهم واللاجئين أنفسهم وإسرارهم على حق العودة وإسرارهم على هويتهم الفلسطينية اللي هي جزء أساسي فيها هو موارسة حق العودة والعودة إلى الأرض اللي محتملة ففي تطور تاريخي بالعلاقة عندي فضول آسف التوجس هذا بتقدر في أي مؤشر على فوارق بين مثلا الناس اللي كانت جوه الضفة أو جوه غزة عن الناس اللي بالأردن عن الناس اللي باللبنان وسوريا طبعا كان في فارق لأن المخيمات اللي موجودة بالأرض المحتلة أو بحد دي كل فترة اللي كانت بالسبعة وستين يعني أنه إسرائيل لسا مش محتلتها كانوا يشعروا أنه لساتهم على أرض فلسطينية غزة هي جزء من فلسطين تول كرم رام الله أنه لساتهم على أرض فلسطين بما أنه هي مش القرية ولا المدينة اللي تهجروا منها ولكن هي لساتهم على أرض فلسطين نوعا ما الشعور الأقوى بالخوف كان للناس اللي كانت في الدول المنظيفة أو دول الطوق اللي بنسميها هي الأردن سوريا ولبنان وكان هذا التخوف نابع من من واقع سياسي حقيقي بعيشه الشعب الفلسطيني إنه ما كان في إله كيان سياسي بمثله ويدافع عن حقوقه وبحافظ على هويته كشعب فلسطيني فكانوا اللاجئين حاسين إنه هاي المهمة ملقا عليهم وليزم يتمسكوا فيها كأفراد وكجماعة إلى ما لا نهاية لأنه ما في كيان اللي يحفظ هاي الهوية ولا اللي يطالب بهاي الحقوق كمان كان العلاقة مع الأنظمة العربية بتعرف إنه 48 كانت هزيمة الجلش العربية اللي شاركت بتلك الحرب وكان فيه توجس عند الفلسطينيين من إنه هاي إنه بعض الأنظمة قد تقبل بحلول ما على حساب الفلسطينيين وحقهم بالعودة وإنه ضرورة إنه يضل وجود الفلسطينيين داخل هاي الدول مؤقت لحيد وضرورة التسريع بعودتهم إلى الأراضي الفلسطينية هذا دائما كان هاجس اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على هاي المؤقتية لما بلشت الأنظمة باتجاه إنه تحويل الخيام إلى مباني إسمنتية لأنه اللجوء طول وإذا إحنا هلأ كمان بالمفهوم إنه اللجوء الفلسطيني هو إحدى أطول حالات اللجوء في العالم يعني وأقدمها إن اللجوء المطول هو بعرف إنه أكتر من 25 ألف شخص موجودين خارج وطنهم وما قدروا يرجعوا للوطن اللي تشردوا منه خلال خمس سنوات اليوم إحنا تجاوزنا السبع عقود للفلسطينيين خارج الوطن فبتالي هو من أقدم الحالات اللجوء في العالم فبتالي هاي يعني إنه عدم وجود حل سياسي أو فرض حل سياسي من الدول العربية العودة اللاجئين الفلسطينيين فرض على اللاجئين إنهم يبلشوا يتأقلموا مع شوه الوكالة بتتوفر يعني انتقلوا من الخيان للمباني اللي عملتها الأونروا ولكن التأثر الأكبر واللي هو كان مطلب للفلسطينيين وهو كان صابق على الأونر والمعلم والمجال متعلق بالتعليم كان فيه إسرار شديد من اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة إنه يخلقوا مؤسساتهم التعليمية وإنه يكملوا المسيرة التعليمية لأبنائهم والأجيال القادمة فلما الأونروا عملت إنه هي جزء من مهامه وتقديم التعليم كان هذا أكثر شيء أقبلوا عليه الفلسطينيين من هاي الخدمات واللي هو يبلش من منتصف الخمسينات لنهايتها يعطي نوع من الإيجابية للتعامل مع الأونروا من هاي الناحية يعني فتأسيس المدارس كان له دور إيجابي بهذا الاتجاه بذات السياق مما إنه عم نمسك وقت لما بنحكي إنه الأونروا تأسست بالتسعة وأربعين في حينها وضمن الظرف اللي كان في حينها الادعاء اليوم إنه هي جاءت متأخرة ولا جاءت مبكرة متأخرة على ماذا ومبكرة على ما أسأل بهذاك الوقت يعني ضمن ظروف مثلا للاجئين هي جاءت استجابة لواحة 2-3-4-5 بس بقصد فعليا إنه في حينها كانت جيتها مبكرة ضمن إنه في شيء مؤقت جاي ولا لأنه فرضا إنه لا هي جاءت متأخرة لأنه فعليا تعظمت مشاكل أو تفاقمت مشاكل اللاجئين في الدول فكان لازم يكون فيه لأيها حال بحاول أشوف بالعادي بس من كل تأسس التسعة وأربعين وبتعرف حتى التماني وأربعين كأنه النكبة فيه لأيها تاريخ محدد بس كان فيه سلسل الظروف الأونروا تأسيسها أنت اليوم ترجع تطلع عليه بتقييمك هو كان بسياق زمني كان في مرحلة مبكرة من تفاقم قضايا اللاجئين أو في مرحلة متأخرة إحنا منحكي عن تقريبا سنة سنة ونص من التهجير يعني من نكبة الثمانية وأربعين لأنه هي بديسمبر تسعة وأربعين وعلنت تشكيل الأونروا هلأ سنة ونص مش إشي متأخر لأنه إذا طلعنا على الجانب الإنساني كان فيه هناك جهات بالتابع الوضع الإنساني للفلسطينيين اليومي من احتياجات الإغاثة وهيك جهات كثيرة مثل الصليب الأحمر المؤسسات الكنسية اللي دخلت على الخط المؤسسات الإسلامية طبيعة المجتمعات العربية المتضامنة مع اللاجئين اللي دخلوا على بلادهم واحتوائهم واستضافتهم الكرم العربي طبعا هذا معروف يعني هاي ساهمت في أنه التخفيف من وطأة اللوجوء وتبعاته على الفلسطينيين ولكن كان بالتوازي هناك نظام دولي بيتشكل بالأمم المتحدة نفس الفترة كانت الأمم المتحدة لسه ناشئة جديد وكان فيه تأسيس لميثاقها وتأسيس للاعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل هاي اللي هي كانت بتعالج تبعات الحرب العالمية التانية وأثرها على العالم ككوري ولكن هم هاي الدول كان هو العالم الأول يعني والتعامل مع تبعات الحرب العالمية بالعالم الأول ومنع إنه تتكرر هاي الكارثة فكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره القضية الفلسطينية ظهرت بهذا السياق بهاي الفترة اللي ما كان بيقدر المجتمع التولي أو كيف صار يطلق عليه إنه يتجاوز هاي القضية وما يتعاطى معها وكمان طبيعة إسرائيل أو الصهيونية كحركة استعمارية وتحالفاتها الغربية مع القوى العظمى في تلك الفترة بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة فرضت أيضا القضية الفلسطينية على هاي الأجندات فكان هناك ضرورة لإنشاء هيئات وأجهزة للتعامل مع مشكلة اللاجئين وإحنا منحكي يعني عن تأسيس الأونروا كمان اتأسست المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين اللي هي بعد ثلاث أشهر من تأسيس الأونروا يعني صار فيه نظام دولي عم بتشكل للتعاطي مع حالة البجوء في العالم ولكن الحالة الفلسطينية كتسبت خصصيتها من خلال الأونروا لأن الفلسطينيين كلاجئين تفويدهم هو مع الأونروا مش مع المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين وهون بيجي الجدل القانوني إنه المفهوم الإجرائي اللي طرحته الأونروا على تعريث من هو اللاجئ والمفهوم القانوني للاجئ اللي طرحته المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين طبعاً هذا ما بتعرض مع الحالة الفلسطينية يعني هذا ما بينزع الصفة عن اللاجئ لا ضمن الفوضية العليا ولا ضمن الأنروة فبالتالي بلشت هاي الأجهزة تتشكل فيه سياق دولي فرضه فيه سياق إقليمي فيه الخصوصية الحالة الفلسطينية وخصوصية الحالة الاستعمارية في فلسطين أيضاً اللي فرضت إنه مثل هيك وكالة إنه هي تكون موجودة هلأ يعني الوكالة وتاريخها هو سيرورة يعني اختلفت فيه المواقف وتغيرت وأصبح هناك دور أساسي للوكالة في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وهي الاتهامات اليوم اللي منسمعها من إسرائيل هي في هذا الاتجاه والرغبة في تصفية الوكالة يعني هي نابعة أيضاً من هذا الإحساس بأن الأنروة هي تعطي استدامة لوضع اللاجئين الفلسطينين باتجاه ممارسة حقهم بالعودة وتغير المصير إحنا الأنروة شغالة بخمس ساحات بس فيه ساحتين كمان ما اشتغلت فيهم اللي هي مصر والعراق سحيح بعتقد بسياق مصر والعراق كانت الفكرة في حينها أنه كيف يعني إحنا في حدا تاني بده يجير على الإخواننا أو بده يهتم فيهم فيتم معاملة الفلسطيني معاملة المصري اليوم بأثر رجعي بنقدر نقرأ هداك المشهد في حينها بشكل مغير ولا كما هو لا أنا ما ممكن أنه نحكي أنه اللي صار صح أو غلط بس اللي صار دفع ثمنه بتحديد يعني هلأ نيجي عمصر بس لاجئين العراق بعد احتلال العراق وإحنا شفنا الأزمة أنه هن نحطوا على الحدود بدون أي جهة بدون أي دولة قبل أنه تسمح لهم أنه يدخلوا على أرضيها واضطروا أنه يلجأوا لتشيلي والبرازيل اليوم في جالية كبيرة من هذول اللاجئين الفلسطينيين في العراق اللي ما كان لهم مكان إلا أنه يروحوا على البرازيل وتشيلي وهذا ناتج من وضعهم القانوني لأنه قانونياً وفق الأمم المتحدة إذا اللاجئ الفلسطيني ما كان ضمن النطاق تفويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بيكون ضمن تفويد المفاوضية العليا للاجئين الـ UNHCR فبالتالي الـ UNHCR لما انخلقت الأزمة بالعراق بعد احتلال العراق أصبحت تبحث على حلول للاجئين الفلسطينيين في العراق وبتعرف المفاوضية العليا إلها ثلاث أنواع من الحلول هو إما الاندماج داخل المجتمعات المضيفة وهذا ما بيكون إلى جنسية أو إشي بس بيكون إلهم حق في التعليم في الصحة بس ما بيحملوا جنسية البلد المضيف الجانب الآخر هو التوطين في بلد ثالث والحصول على الجنسية فيها والجزء الآخر هو العودة العودة إلى البلد الأصلي اللي تهشروا منها وبالإحصاءات يعني غالبية اللاجئين تاريخيا يعني حوالي 80% منهم بفضل العودة وفي تجارب تاريخية هيك صارت هاي حلول اللي بتطرحها الـ UNHCR فبإنه في ظل إنه رفض إسرائيلي لحق اللاجئين بالعودة لفلسطين بلشت الـ UNHCR تبحث مع دول غربية لاستقبال هؤلاء اللاجئين واستقروا في البرازيل وتشيري فهذا خلق حالة من الفراغ القانوني أو الحماية لأنه الـ UNHCR لا بتوسر لا حماية ولا بتوسر حلول قضايا اللجوم فبالتالي كمان إنه غيابها عن إنه تكون بدورها بالعراق فاقم الأزمة بالنسبة لللاجئين العراقيين لأنه كان ممكن إنه تنحل بطريقة أخرى لو كان للـ UNHCR وتفويل داخل العراق بالنسبة لمصر هاي الأمور كانت بتتعلق بالنظام المصري وعلاقته مع فلسطين بتلك الفترة وإحنا منعرف إنه جمال عبد الناصر والمد القومي واعتبار إنه فلسطين جزء من الشعب العربي اللي لازم يستمر في نضاله وتحرير أرضه وهيك فالحكم يعني خضوع غزة تحت الحكم المصري ساهم بإنه النظام المصري يكون إلو علاقة مع الـ UNHCR بس مش على أرضي يعني ما سمح إنه تكون إلها مفوض يعني وجود ومانديت أو تفويل داخل الأراضي المصرية يعني هذا أدى كمان إنه الفلسطينيين اللي تهجروا لمصر إنه ما يكون عندهم أي جهة توفر لهم الظروف اللي وثرتها الـ UNHCR واللاجئين في أماكن أخرى من تعليم من صحة من خدمات فاضطروا إنه هن بشكل شخصي إنه يبحثوا عن تعليم ويبحثوا عن صحة داخل الحالة المعقدة المصرية ووضع النظام المصري فبالتالي هاي أيضاً كان لها إشكالات على وضع اللاجئين الإنساني ولكن مش وضعهم القانوني لأنه بضلوا يحملوا صفات اللاجئ كلاجئين طب إذا بنا نفترض فعلياً إنه كان في نظام في حين نظام سياسي متبني قضية فلسطين لو لم يتغير النظام أو لو اليوم برجع مثلاً بيجي النظام جديد في حالة مصر أو العراق وبيرجع فعلياً مثلاً بتم التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل آخر وبنرجع لفكرة التعاطي مع الفلسطينيين بحالهم بحال المصريين بتبطل عندك المشكلة؟ أو التحفظ اللي بتحكي عنه؟ مش عارفة إيش المشكلة المشارئ لها إنه هي إنه تقدم لا عم بقصد إنه فعلياً برزة مشكلة غياب الأنر وعن مصر لما تغير النظام المصري هيك متفقين صح؟ لاحقاً لا يعني ما تغير بالعلاقة بالنظام المصري لأنه في بعض منهم تجنس للي كانت إمو مصرية أو الأم مصرية في بعض الفلسطينيين تجنس وبعض الآخر هو لازل بحمل الوثيقة وثيقة السفر فالعلاقة القانونية يعني ما هتبه مرحلة متأخرة يمكن صح؟ ما عنديش تاريخ محدد لأمتى حصلوا لأنه هاي حالات فردية للحصول على الجنسية وهيك ولكن كان فيه إلهم مساحة أنه يتعلموا يدخلوا الجامعات المصرية بتخيل الخلل الأساسي اللي صار هو مع نظام بعد اتفاقية كام ديفيد صداء وأنه تغير والسادات وعلاقته مع الفلسطينيين والعلاقة فيها أنه أذكر أنه هو حرم طلاب غزة من الجامعة وأصدر قرار أنه يرجعوا على قطاع غزة وأنه خلاص ما في تعليم فطبيعة العلاقة مع النظام البصري ومنظمة التحرير الناشئة داحقة هي من الـ 64 إلى 70 هي فرضت توازنات معينة بالعلاقة مع الفلسطينيين داخل مصر سواء كلاجئين أو كسكان غزة اللي داخل مصر فهاي كانت مربوطة بالنظام ومواقفه من الفلسطينيين بس بالعودة على سؤال اليوم وحرب الإبادة الجارية بقطاع غزة والحديث إسرائيل عن بعملها على الأرض وحديثها السياسي أنه ينجب تهجير الفلسطينيين من غزة خارج القطاع باتجاه مصر يعني إحنا شفنا مواقف النظام المصري الرسمية هي معارضة لهذا الاتجاه وهذا له العديد من الأسباب بالسبب الأساسي ومعضلة أمنية بالنسبة للنظام المصري لأنه هو ساعد على تفكيك الأزمة بسينة يعني بالعلاقة بالجماعات المسلحة اللي كانت ناشئة في سينة فما بده أنه يستبدلها بكتلة بشرية أخرى تشكل له تهديد أمني وقاعدة لانطلاق العمليات من جديد باتجاه إسرائيل ففي هذا التوجه الرسمي الرافض للتهجير بسبب الأمني هذا وفي تصريح للسيسي في بعض شهر أو شهرين من الحرب لما حكى إذا إسرائيل تهجريهم باتجاه النقب وباتجاه الضفة أو الأردن بس ممنوع أنه يدخلوا الأراضي المصرية فيعني هو الموقف مش موقف للحفاظ لأنه دائما هاي العلاقة تستغل لأنه إحنا منحافظ على حق الشعب الفلسطيني على أرضه وبنفس الوقت منمارس عليه حصار خانق قاتل يشارك في الإبادة على الشعب الفلسطيني فالتالي هي العلاقة مع اللاجئين ومع القضية الفلسطينية دائما إلها تشابكتها بالوضع السياسي والإقليمي والأنظمة السياسية القائمة كل الفترات التاريخية لما نقوم فيها أنا كنت بسأل عشان أحاول أفكر معك إذا واحد من مبررات الأنر والتعاطي معها في حال كان هناك مثلا أنظمة بتبني القضية الفلسطينية أو متبني فعليا قضايا اللاجئين بتسويهم بالعراقيين والمصريين كداش ممكن يكون في هذا المبرر الملح فعليا على لوجود الأنر في العراق يعني مثلا ما كناش نسمع ما قبل الغزو عن مشاكل الفلسطينيين في العراق ولكن ما بعد الغزو فعليا صارت طفحت أو طلعت على السطح أكتر وبلشنا نسمع عنها وبلشنا نحكي على لو يعني جزء من المشاكل لأنه ما فيه أونروا وفي حالة مصر بتذكر ما بعد 2011 لما صارت غالبية القضايا اللي محطوطة في الدروش تطلع على السطح طلعت منها قضية اللاجئين وصار فيه نقاش إنه في فترة جمال عبد الناصر تم رفض فعليا موجود نشاط الأنروا ضمن إنه هدول كيف يعني فيه حدا بده يجير عاهم وكيف الإش تغير مع السادات فمن وقتها وعندي فضول أعرف صارت أشوف فكرة الأنروا بمكان تاني لو كان هناك أنظمة داعمة فعليا أو متبنية للقضية الفلسطينية ووضعها جيد أو وضعها مستقر على مستوى اقتصادي وسياسي يمكن الأنروا ما كانش ممكن تكون بهذا المستوى من النفوذ والانتشار يعني هيك صرت أفكر يعني هلأ هذا برضو برجعنا على تاريخ والنشأة يعني إنه بالآخر الأنظمة العربية مضيفة للاجئين خلينا نحكي بمصر بسوريا والأردن ولبنان إنه هي تعاطي مع منظمة مع الأنروا كان بيختلف بسياقاتها مثلا بالحالة الأردن إنه بتعرف إنه بالخمسين أعلن الملك عبد الله دوم الضفة للأردن وصار التعاطي مع مصطلحات الضفة الشرقية والضفة الغربية يعني من هون إجرنا مصطلح الضفة الغربية وإنه هي تحت السيادة الأردنية والأردن كان بيشوف إنه بضرورة إدماج الفلسطينيين بالنظام الأردني وإنه هنين يحملوا الجنسية الأردنية وبغض النظر لاجئ مش لاجئ فرضت الجنسية الأردنية بالقانون لأنه أنت مكنتش بتقدر تحصل على جواز السفر أو هوية إلا إذا أنت تقدمت مطلب الجنسية وصرت أردني وكان هذا بطبيعة الدولة الأردنية الناشئة بتلك الفترة إنه هي بتشوف سيادتها على الضفتين وإنه الشعب الفلسطيني في الضفة هو تابع للمملكة الأردنية فبالتالي وجود الأونروا بالنسبة إلهم كان مريح من ناحية اقتصادية مثل ما حكينا إنه بتشيل أعباؤهم من ناحية الإغافة والتعليم والصحة ولكن هو تحدي إنه بيحافظ على هوية فلسطينية منفصلة عن المجتمع الأردني فبالتالي هو ما بيمشي بالقرار الأردني لضم الشعب والأرض فبالتالي الأردنية يعني الأونروا مش دائما كان مرحب فيها أو دائما هي عامل إيجابي من قبل أنظم وجود الفلسطينيين مش لأنه الأونروا كمان إنه الفضل مش للأونروا الفضل هو للاجئين أنفسهم نتيجة لتمايزهم الجغرافي داخل مخيمات ونتيجة لتمايزهم السياسي بحفاظهم على هويتهم السياسية كفلسطينيين وإسرارهم على العودة داخل مخيمات وخارجها هو اللي ساعد إنه يضل الفلسطينيين محافظين على الهوية السياسية بإمهام الفلسطينيين في انتظار حق العودة فبالتالي كل نظام سياسي بعلاقته بالأونروا بتختلف مع الوقت تعرف دعاً السبعة وستين الأونروا نقلت مقرها من عمان للقدس لأنه صار في حالة استعمارية جديدة في فلسطين في نوع من اللجوء الجديد اللي ظهر إنه في لاجئين تهجروا المرة الثانية والثالثة داخل الضفة الغربية وغزة وصار في حاجة إنه الأونروا تكون موجودة على الأرض لأنه إسرائيل كملت احتلال هذا الأراضي الفلسطينية فالنظام الأردني ما كان يعني ملك حسين ما كان حابب هذا النقل لأنه حس إنه رح يصير فيه تمايز عن اللاجئين بالأردن للاجئين الضفة وبس مع الوقت إنه ظلت الأونروا هي قائمة تقوم بعملها داخل الأراضي المحتلة وكان فيه تصريح خاص من الأونروا إنه وجودها على الأراضي الفلسطينية لا يعني قبول الاحتلال وإنه هي بتدعم حق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة 242 بالحق في تقرير المصير وانسحاب إسرائيل من أراضي المحتلة عام 67 إلا إنه كمان النظام الأردني حاول إنه يقول إنه وجود الأونروا على الأراضي الفلسطينية هو محاولة لقبول الواقع الاستعماري والتعاطي معه وشرع عنده فدائما في هاي التوترات ما بين الأنظمة العربية والأنروا في سوريا كان الموضوع تاني يعني مثل الأردن اللاجئين ما كان فيه تمييز تجاههم من ناحية العمل والتعليم كانوا يتمتع بكامل الحقوق اللي بتمتع فيها المواطن السوري أو المواطنة السورية باستثناء التصويت والترشح داخل البرلمان السوري ومع تعاقب تعرف الإنقلابات داخل سوريا لإنه حافظوا على هذا المبدأ إنه الشعب الفلسطيني اللاجئ داخل سوريا إلو الحق مثل ومثل المواطن السوري إلى حد صعود نظام الأسد وحافظ الأسد اللي كان مع وفاة عبد الناصر بده يشوف حاله إنه زعيم الأمة العربية وإنه الشعب الفلسطيني هو جزء من هاي الأمة العربية وإنه خطاب البعث حوالينا القومية وإنه ضرورة تحرير فلسطين فالثالي تعاطى بإيجابية مع وجودهم ولكن لم يتعاطى بإيجابية مع الأنروا كمنظمة لأنه كان في دائما هذا التوتر في السيادة والعلاقة على المخيمات لأن الأنروا هي فاعلة داخل المخيمات بالعلاقة مع اللاجئين والنظام السوري كان يحس هذا تحدي إليه فكانت هي الأماكن النفوذ الأنروا أو المخيمات تاب على جهاز الأمن السوري طبعا وكان كمان محاولات لشراء المخاتير واللجان الشعبية داخل المخيمات لتعطي تقارير عن الحالة السياسية عن النشاط السياسي للفلسطينيين داخل المخيمات إلى آخره فكان فيه تمايز ما بين أنه بعطيهم حقوق على ناحية تواجدهم ولكن فيه أيضا توجس منهم ككتلة بشرية موجودة وكوجود الأنروا كجسم أممي موجود بده يمارس صلاحيات على هاي المجموعة البشرية يعني هن اللاجئين الفلسطينيين فكانت أيضا العلاقة متوترة مع الأنروا والأنروا أيضا يعني إذا بترجع لأرشيفها كان هناك العديد من التقارير اللي بترفعها لأنه هي عندها تقارير دورية للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هي أساس نشأتها إنه بالعلاقة مع النظام السوري نعم بتدخل فيها بتدخل بالمشاريع اللي بتقدمها وإنه هي ما في فرية عمل مطلقة للأنروا داخل سوريا هذا كمنظمة غير عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المعضلة أخرى يعني معضلة من نوع آخر حكيلي عن لبنان لأن لبنان الأصعب والأكبر وبعتقد كل تعقيدات الأنر والعلاقة معها مع الأنظمة تتجلى في حالة لبنان صحيح مع إنه الكتلة البشرية للاجئين الفلسطينيين للبنان مش كبيرة هي 107,000 مقابل 464,000 ما بين الأردن الضفة لمن إنه كانت تحت السيادة 83,000 بسوريا واللي هي بالنسبة للحجم السكان بسوريا مش مش شيء كبير 107,000 بالنسبة لحجم لبنان هي يعني ثقة الديمغرافي تحسب له حساب نتيجة أولا لطبيعة النظام اللبناني المتشكل بهذه الفترة إنه في توجس من الوجود الفلسطيني من عندنا واحد ناحية الأولى التركيب الطائفية لأنه غالبية الفلسطينيين مسلمين سنة إنه هذا بيعمل خلل في الواقع الديمغرافي داخل لبنان الشيء الآخر المتعلق بجانب أمني إنه كانوا يخافوا إنه هاي المخيمات تشكل ذريع على إسرائيل لمهاجمة لبنان والتعرض إليه جانب آخر متعلق بالحرب الأهلية اللي في منتصة السبعينات إنه في بعض الجهات في لبنان بتحمل الفلسطينيين مسؤولية الحرب الأهلية داخل لبنان فهاي العلاقة المتوترة دائما مع الدولة أو النظام السياسي في لبنان أثرت بشكل كبير على اللاجئين وأثرت بشكل كبير على اعتماديتهم على الأونروا لأن الأونروا صارت هي الملاذ الوحيد من ناحية التعليم الملاذ الوحيد حتى من ناحية التشغيل يعني أعلى نسبة توظيف هي موجودة في لبنان لأنه الفلسطينيين ما إلهم غير مسموح إلهم العمل داخل لبنان فكانت هي الملجأ إلهم من ناحية التوظيف من ناحية الصحة فكان دور الأونروا هو الدور الفاعل الأساس يعني اللي كانت بتوفره بخدمات بسوريا والأردن كانت تحاول تدفع فيه باتجاه اللاجئين بلبنان لأنه هن الفئة الأكثر تهميشا من اللاجئين في الدول العربية المطيفة كمان ظهور منظمة التحرير وظهور الشخصية الفلسطينية أو ظهور العمل الفدائي داخل مخيمات لبنان أيضا أثر على العلاقة مع النظام اللبناني وعلى العلاقة باللاجئين ولكن أصبحت العلاقة بين الأونروا مربوطة أكثر بمنظمة التحرير منها بالنظام اللبناني لأنه المنظمة فرضت سيطرتها على المخيمات وصارت هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالمخيمات ومصيرها وأصبحت هي اللي تنصق مع وكالة الأونروا هذا كمان فرض تحدي آخر على الأونروا من ناحية الممولين واللي هو لليوم بيتكرر هي بأزمة بتعرف أنه تمويل الأونروا هو تمويل تطوعي من الدول اللي هي طوعيا تتبرع للأونروا وهي أساس ميزانياتها جاي من تبرعات هاي الدول فبروز حركة الفدائيين أو مجموعات العمل الفدائي الفلسطينية ومنظمة التحرير والعمل المسلح فرضت تحديات على الأونروا أنه بعض المانحين تحديد الولايات المتحدة كانت تشوف أنه أنه هاي الأموال اللي بتروح للمخيمات واللاجئين هي بتضخ أيضا في إنشاء فدائيين داخل هاي المخيمات ففي نوع من التحفظ على تمويلها ولكن ما أخذ قرار بقطع التمويل لأنه كان في جانب آخر الولايات المتحدة مثلا كانت القوات الدولية الأخرى تحسب حسابه الجانب اللي دايما يستعمل في خطابات الأونروا وخطابات الممورين هو عامل الاستقرار إنه وجود تمويل للأونروا وأعمالها هو بيفرد حالة استقرار بيخليش فئات اللاجئين إنه تتحول لفئات راديكالية بالمعنى الانتماء للعمل المسلح والسياسي وتكون هيك إنه بيحاول إنه يجنبهم هاي الناحية وكمان بالعلاقة مع الأنظمة العربية المضيفة إنه ما بدهم توتر مع هاي الأنظمة اللي هي تصير تحمل العبء الاقتصادي الاجتماعي لهاي للفلسطينيين فهذا فرض عليها إنه تستمر في تمويل الأونروا على الرغم من تخوفاتها بإنه مقرات الأونروا وداخل المخيمات هيك عم تستخدم للتدريب الفلسطينيين على العمل العسكري وعلى العمل السياسي داخل المخيمات ولكن ما أدى إلى حالة عدائية تجاهها ظلت الأونروا مستمرة بعملها بتمويلها ونشاطها انحصر بالعلاقة بالأدوار مع منظمة التحرير فيما يتعلق بلبنان طبعا هن الفئة الأفقر بالمجتمعات المضيفة المخيمات الفئة الأكثر باحتياجا لإنه خدمات الأونروا مش دائما كانت بنفس الدرجة لإنه نتيجة التمويل اعتمادها على التمويل الطوعي تأثرت برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين فأحيانا كان يتم إلغاء بعض البرامج واستحداث برامج جديدة تقليص للخدمات يعني تقليص لعدد المدارس المستشفيات لإنه نتيجة الظرف المالي الصعب اللي بتعاني منه الأونروا وهذا الظرف المالي الصعب من نشأتها لليوم هي بتعاني منه نتيجة إنه تمويلها بيعتمد على التبرعات من الدول لميزانيتها أيات الأونروا بتقدم خدمات تعليم خدمات صحة خدمات غداء صح؟ نعم هدول بشكل أساسي في شيء تاني؟ لا هاي هي الخدمات الأساسية اللي هي بتقدمها ولكن بسؤالك عن الهوية الفلسطينية وحكينا عن بطاقة التمويل لهذا بدي أرجع له إنه الفلسطينيين بفترة من الفترات لأنه بتعرف إحماق اللاجئين هنستيتلس ما عندهم دولة ما عندهم جنسية فكانت بطاقة المؤن هي بمثابة جواز السفر مثابة الاعتراف فيك كفلسطيني فكان نوع من التمسك فيها وإصرار اللاجئين على التسجيل فيها لأنه هاي بتعطيك صفتك كفلسطيني وتعطيك الصفة السياسية ففيه جزء من إنه التسجيل لبطاقة التمويل واللي هي عينات يمكن هي ما تكفيك ما تكفي عيلتك أو إنه الفلسطينيين كمان بتعرف كانوا يشعروا بإهانة إنه عم بتلقوا إعانات غذائية يعني أغلب اللي تركوا فلسطين أو هجروا من فلسطين قصرا بالـ 48 هم إما طبقة وسط عليا أو فلاحين وهدول كلهم يعني فيه نوع من اعتماديتهم الذاتية على إنه هم مرفهين نوعا ما فكيف بدهم يوقفوا في طابور الإعانات ويستلم صندوق من الوكال الزرقاء هاي الموجودة بالمخيم فكان فيه نوع من الإهانة يعني يشعر فيه اللاجئين لتلقي المساعدات من الأونر وبالرغم من هيك فيه جانب آخر إنه هاي بطاقة التمويل هاي هوية وأنا بدي أصر عليها لإنه هاي بتحافظ على هويتي كلاجئة أو كلاجئ لأجيال قادمة وهاي بتعرف لإنه تعريف الإجرائي تعريف الأونر واللاجئين هو تعريف إجرائي إنه هنا أي إنسان فقد وطنه وفقد بيته ومصدر حياته من سنتين قبل حرب 48 فهو مستحق لخدمات الأونر والو ويعرف كلاجئ حتى يستحق لخدمات الأونر وال هذا التعريف الطرق عليه تعديلات طبعا بالخمسة وستين فرضوا اللاجئين الفلسطينيين على الأونر والتوسيع هذا التعريف ليشمل الجيل الثالث من اللاجئين وبالتنين وتومانين أيضا فرضوا اللاجئين على الأونر واللي هي اعتمدته لأنه هو صفة اللاجئ تتوارث في الأحفاد لأي رجل لاجئ فلسطيني هم مرأة الفلسطينية اللاجئة لا تورست اللقب ولكن الرجل بالإضافة إلى الأطفال المتبنين قانونية فبالتالي هذا التعريف كان خاضع للتطور باستمراره بالحالة اللي فرضوها اللاجئين الفلسطينيين على الأونر والو وهذا كمان دائما كان مربوط بهويتهم السياسية ورؤيتهم وإصرارهم على حق العودة لفلسطين طب بتحسيش فيه مبالغة بالحديث عن تعزيز الهوية الفلسطينية الأونروا وتعزيز حق العودة وتعزيز الهوية الفلسطينية لأنه من مكان تاني فيه بلاد اللي ما فيش فيها خدمات الأونروا هم يعانوا إنسانيا أكتر يعني هيك خاصة مع تغير الظروف وتغير الأنظمة بس فكرة حق العودة يعني كهوية وكحق فعليا ما سقط ومن مكان تاني فعليا يعني ما زالوا مرتبطين فبشعر أحيانا بأنه فيه قراءة لمسار انتقال من التوجس أو الخوف أو القلق لمكان التعاون ومكان فعليا الاعتماد عليها بالكامل فبهذا السياق فعليا فعلا فيه إشي صار تراكمي بس ما بحس أنه أحيانا الباحثين بخدوا بعين الاعتبار المناطق اللي ما فيها خدمات أونروا أو اللي توقفت فيها اللي هي انعكاسها على الهوية الفلسطين صحيح أنا أتفق معك تماما المبالغة هاي جاء من مكانين أحمد المبالغة الأولى اللي هي قامت فيها اللي هي بتدعيها إسرائيل إنه هاي الأونروا تعمل على استدامة قضية اللاجئين وما بتساعد على صهرهم بالمجتمعات المضيف بغض النظر العربية أو غيرها فبالتالي وجود منظمة مثل الأونروا اللي هي لازلت اليوم بتحمل لقب لاجئ وبتعزز هوية لاجئ لشعب فلسطيني وحقه في العودة هذا تهديد وهذا بحد ذاته هوية لأنه هوية سياسية أنت كلاجئ إليك هويتك اللي هي مربوطة بتهجيرك تشعب من أرضك ووطنك الجانب الآخر اللي هو مربوط بالفلسطينيين أنفسهم لأنه كيف صاروا يشوفوا المخيم يعني المخيم هو رمز يعني للنضان هو رمز الكيانية الفلسطينية في دول الرجوع فبالتالي ارتبط أيضا بالهوية الفلسطينية يعني هاي التجارب بالعلاقة مع الأنظمة بالعلاقة مع النشاط السياسي والعسكري اللي قامت فيه المجموعات الفدائية الفلسطينية فبالتالي فيه نوع من الرمزية اللي تشكلت حولين المخيم والفدائيين بشكل عام اللي طلعوا من المخيمات اللي تحولوا من لاجئين ومشردين لمقاتلين لنخب بتقود منظمة التحرير الفلسطينية وبتقود كيانية فلسطينية هاي الكالينية اللي فرضت حالها على الأنظمة العربية وأصبحت يعني فكرة إنشاء منظمة التحرير هي فكرة عبد الناصر بالتعامل بتكليف الشقيري في إنشاءها فإنشاء منظمة التحرير اللي كان توقع الأنظمة العربية بتلك الفترة إنه راح تضل تحت رعايتهم ووصايتهم هذا اختلف بالتطور التاريخي وخصوصا بعد هزيمة هاي الأنظمة بـ 67 هزيمة هاي الأنظمة بـ 67 قيادات المنظمة والمنظمة بهذاك الوقت فكرت بإنه إحنا ما لازم نضل خاضعين لهاي الوصاية وإنه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإنه لازم نسعى لتحقيق هذا الهدف وإذا بس بدي أذكر لأنه في إشي متعلق بتأسيس منظمة التحرير بالـ 64 بالميثاق القومي من بعدين صار الميثاق الوطني اشترتت الأردن معقده إنه ما يشير في ميثاق للمجلس الوطني الفلسطيني بالقدس إنه ما يشير لأي سيادة لمنظمة التحرير أو وجود شرعي على الأراضي المحتلة وهاي كل الأنظمة العربية صادقت عليها فبالتالي بدهم يخلوا منظمة التحرير هي الجسم يعني بساعد على بقاء الهوية الفلسطينية ولكن محتضا أو محتوى من قبل الأنظمة القائمة مع هزيمة 67 ومعركة الكرامة 68 لعطت زخم للمد الثوري والنضالي لفصائل المقاومة الفلسطينية بتحديد حركة فتح وسيطرتها على قيادة منظمة التحرير وانتخاب ياسر عرفات رئيس للجنة التنفيذية 69 هذا بلشت الكيانية الفلسطينية تتشكل هناك بطلت لا الأنروا ولا غيرها هي اللي بيحمل الهوية بسا في حامل آخر لهوية الشعب الفلسطيني اللي هو المنظمة المنظمة بكافة أجهزتها الإدارية والتشريعية وبفصائلها المقاومة على الأرض فبالتالي أعد أشوف أنه في مبالغة أنه دور يعني كان لها جانب في تشكيل الهوية الهوية بس مش هو الجانب الأهم في تشكل الهوية الفلسطينية لأنه هذا مربوط بسيرورة التاريخية للشعب الفلسطيني وبحث عن كيانيته في إطار منظمة التحرير وما بعدها كمان وبحث كمان من ناحية تاني فيه تعظيم من دورهم لأنه زي كأنه هو استجابة لتحميل الاحتلال والعالم مسؤولية اللجوء فإنه إذا بدكم تحلوا قضية اللجوء رجعوا الناس على أراضيهم فكمان هون فيه زي كأنه تعظيم من دورهم والتأكيد على أهميته والتأكيد على تحملهم المسؤولية بس عم بتحول اليوم لمكان اللي هو شيء أساسي يعني سابقا أنه هم هجرونا فهم اللي عم بتحملوا مسؤوليتنا بس هم صفوا اليوم هم زي كأنه حكومي بحد ذاتهم أنا قبل ما أدخل على حجم شغلهم وحجم نشاطهم عم بالفتنة بالإنتي كل تي اللي هو قضية أنه بداية إذا بنفع نحكي بين قسين التطبيع مع الأنروا على مستوى عام وشعبي بلشت من مدخل التعليم يعني مش صحة مش غذاء مش تعليم غفوا مش صحة مش غذاء التعليم أولا ممكن تحكي لي أكتر ملفت لأنه هذا الشيء طبعا لأنه التعليم كان بالنسبة للفلسطينيين هو الوسيلة لأنه يتجاوزوا الأوضاع المزرية اللي هم يعايشينها وهو وسيلة أيضا لتحقيق مطالبهم العادلة باتجاه عودتهم على أرضهم وكمان كان الفلسطينيين يقالنوا نفسهم باليشور يعني المهاجرين اليهود اللي إجوا على فلسطين إنه هن إجوا نخدمه تعلمة وهيك أسست لكيان من ولا إشي على أرض لشعب آخر فبالتالي التعليم كان هدفه إشيان هو تحسين أوضاع اللاجئين وأنه التعليم هو هدف أساسي لتحسين أوضاعهم ثانيا إنه هو هدف أساسي باتجاه الهدف البعيد اللي أنه بيسلوا إله باتجاه العودة والتحرير وتحرير الأرض فالتعليم كان مكون أساسي وهدف أساسي وراغبة اللاجئين بالتعليم هي سابقة على الأنروا يعني أنا كنت أقرأ إنه بغزة مثلا كان عدد من المخيمات في مخيم المغازي على ما أعتقد أو جباليا ما بعث واحد من المخيمات بغزة عملوا صفوف داخل مطبخ يعني وهذا قبل تأسيس الأنروا يعني هذا بعد 48 بعد اللجوء بفترة قصيرة وبلشوا المعلمين يجتمعوا يجيبوا الطلاب يندوهم يبحثوا وين في أطفال يعني ويجيبوهم يعلموهم بشكل غير رسمي فإنه التعليم هو محفور في ذاكرة الفلسطينيين بشكل أساسي ودائما في المقولة الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني هو أكتر شعب متعلم بالعالم يعني هاي هاي بدها فحص يعني بس دائما الشعب الفلسطيني مقتنع بهاي الجواهي فالتمسك بالتعليم كان بهدول الاتجاهين إنه تحزين الظروف اللي هن بعشوها البائس والتخلص من حالة البوكس كلاجيين كمان باتجاه الهدف التحرير والعودة اللي هن بيساوله وكمان الشعب الفلسطيني أنشأ مؤسساته التعليمية داخل فلسطين يعني كنا نشفنا كلية بيرزيت اللي تحولت فيما بعد لجامعة بيرزيت ونماذج أخرى على هذا الإطار إنه فيه شغل دائما عند الفلسطينيين في اتجاه التعليم بس لما إجت الأونروا وقدمته كبرنامج الفلسطينيين تلقوا بأرياحية مش بالتحفظ المتعلق ببرامج العمل والتشغيل أو ببرامج الإغاثة العينية من مواد تموينية وغيرها اللي كانت تشعرهم بالإهانة أحيانا التعليم ما كان في عليه أي تحفظ فعرف مشان هيك أخذ الزخم الأكبر بهذا الإتجاه بس كمان بس ملاحظة أحمد علشان كنا نحكي على مسألة إن الأونروا هي بتحافظ على حق العودة يعني حق العودة مضمون بالقرارات الدولية يعني الأونروا هدفها هي تحافظ على وضعية اللاجئين لحين تحقيق الحل العادل والدائم على أسس القرارات الدولية فالتالي هدفها سياسي مش بس إغاثي لأنها تحافظ على وجودهم لحين وجود حل عادل وشامل لقضيتهم وفق القرارات الدولية فمن شان هون كمان هي في إلها أهمية بهذا الاتجاه طيب بذات الإشي يمكن على مستوى التعليم على مستوى المناهج دائما ما كان جزء من ماكنة التحريض الإسرائيلي على الأونروا وعلى نشاطها اللي هو من مدخل التعليم بالأساس ومن مدخل المناهج سهل أنا بذكر كمان أو بعرف أنه مستوى حتى المدارس الأونر وهو يعني في بعض المناطق يمكن بنفعش نعمم بس في بعض المناطق هو أفضل من مستوى المدارس الحكومية يعني على مستوى المدرسين الرواتب اللي بياخدوها الأداء مراقبة الأداء تبعهم فأدى لجودة عالية بس إمتى بنفع نحكي عن بداية الاستهداف اللي هو واحد من أشكاله قضية متابعة المناهج إمتى بلشت الاحتلال بلش يشتغل على متابعة ضر الأونروا وكيف أنا يعني بتخيل أنه هذا بدأ من السبعة وستين يعني من لما الأونروا دخلت على العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين وبدأت تنشئ المدارس وتشرف على المدارس بتعرف أنه الأونروا ظلت تابعة للوضع السياسي القائم أنه مدارس الأونروا في الضفة كانت تاخد المناهج الأردنية ومدارس الأونروا في غزة كانت تاخد المناهج المصرية فمن نهاية الستينات لبداية السبعينات كان فيه دائماً تحريض على الأونروا أنه هي عم بتجيب هاي المناهج اللي هي بتحرض على إسرائيل وعلى وجودها وعلى استهدافها وتخلق أجيال إرهابية بين قصين يعني هذا من البدايات كان واضح وبتعرف الأونروا علشان تحل هاي الإشكالية حكت أوكي إحنا بنجيب اليونسكو بنخليها هي تشرف على المناهج وإحنا بناخد اليونسكو يعني بتيجي اليونسكو بتاخد المنهاج الأردني والمصري بتصفيه بتاعتين إياه وإحنا بنقدمه بمدارسنا إلا إنه هذا ما تفاشوا الإسرائيليين وضلوا يعني إحنا بنسبة عن الأجيال اللي تعلمت بهذه الفترة إنه دائماً الكتاب منقوس إنه فيه صفحات ناقصة إنه دائماً خاض على مدرية التعليم الإسرائيلية للحاكم العسكري الإسرائيلي اللي هو بيراقب محتوى هاي المنهاج وبفرض شو يضل وشو ينحدث وهي صيرت استمرت لليوم ولليوم مدارس الأونروا انت بتبدك التحريض بال2018 على الأونروا بعد قرار ترامب بوقف تمويل الأونروا كمان بال21 الاتحاد الأوروبي أوقع تمويله لأنه فيه نوع من التحريض داخل مناهج اللي بتعلمها الأونروا داخل مدارس فهي دائماً حجة لدى الجهات الممولة ولدى إسرائيل لإضعاف الأونروا ولفرض مزيد من السيطرة عليها وعلى مدارسها وعلى مناهج التعليم اللي بتقدمها للاجئين فهذا مدخل مش جديد تاريخياً موجود بالعلاقة مع النظام الاستعماري الإسرائيلي والمداخل الجديد الحديثي يمكن اللي شفناها هسه اللي هو ربط الموظفين أو بإقارب أو بنشاط ما بين قسين أعمال إرهابية زي ما بسموها بتبناها الاتحاد الأوروبي وأمريكا أو أعمال مقاومة أنا برأي هذا ما سوى آخر أكثر أكثر خطورة أحمد يعني إحنا انتقلنا من التحريض على الأونروا إلى محاولات إنهاءها واستهدافها يعني إنت لما تيجي بتتهم موظفين بالأونروا بأن لهم علاقة بكينات مسلحة أو جهات فلسطينية مسلحة أو تمارس عمل مسلح إنت بالتالي حطيت الأرضية لإمكانية استهدافها ماديا وقانونيا وهذا اللي جاري حاليا إنه إسرائيل باستهدافها للأونروا اللي عم تعمله إنه بتيجي بتحكي إنه هي كيان إرهابي باتهمات مبنية على هذا النوع من الاتهمات غير مثبتة إنه إحنا بنعرف إنه الـ 12 موظف اللي تتهموا بإنه هنه أعضاء في حركة حماس ما ثبت علاقتهم المباشرة واللجنة اللي أسس عملتها الأمم المتحدة لمراقبة حيادية الأونروا طلعت قرارها اللي كان برئاسة الوزيرة الخارجية السابقة الفرنسية اللي حكت إنه ما في أي شبهات بإنه الأونروا عندها أي علاقة أو تمارس أي عمل يعني يخل بأمن إسرائيل أو غيره أو إنه هي زراع عسكري أو جهة معاينة بس إنه أكدت على حياديتها وطالبتها بمزيد من الحياد هلأ هاي مشكلة الحياد أحمد هاي مدخل كتير كبير يعني إنه إحنا إذا بدنا نيجي نطلع حيادية الأونروا هي سلاح ذو وجهين يعني هو إيجابي بالحالة هاي اللي ذكرناها بالتقرير الأخير وإنه تبرئة الأونروا من اتهامات الإسرائيلية إلها ولكن هي أيضا مدخل من المموين لفرض مزيد من السيطرة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وهذا شفناه بهضوح بما يسمى باتفاقية الإطار اللي وقعت بين الأونروا والولايات المتحدة عام 2021 لما ترامب وقف تمويل الولايات المتحدة للأونروا إجا بايدن وحكا أنا بدي أسترجع هذا التمويل ولكن بشروط الشروط اللي وضعتها هاي اللي هي بتخل بأساس تفويض الأونروا اللي هو قائم على أنه الجهة الوحيدة اللي بترفع لها الأونروا تقارير هي الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الإطار فرضت على الأونروا إنها تقدم تقارير دورية للولايات المتحدة عن نشاط أو تبيعة نشاط موظفيها عن نوع الموظفين الجدد اللي هي بتها تعينها عن المستفيدين من خدماتها داخل الأراضي الفلسطينية أو في كافة مناطق تواجدها فبالتالي هذا أخل بمبدأ الحياد اللي المفروض بتقوم على مؤسسات العمل الإنسانية والدولية وخلاها تاب على شروط المموه الشيء الآخر إنه وصل فيهم إنه يحطوا بند لمراقبة الحسابات الشخصية على السوشال ميديا للموظفين في الأونروا فرض رقابة مباشرة على المنهاج اللي بتعلمه بالتالي مبدأ الحياد دائما إلو وجهين وجه إيجابي اللي هو إنه هي منظمة تقدم خدمات وتسعى للحفاظ على اللاجئين ومنشآتها هي مأوى لل للاجئين والنازحين داخل غزة وغيره ولكن في نفس الوقت هذا الحياد مبدأ تعزيز الحياد استغل لتدخل أكبر للممولين في عمل الأونروا ومشاط أيات هذا كتير مرعب يعني مرعب لما إحنا شفنا اليو أس إيد فعليا بالعشر السنين الأخيرة كيف كانت عم تشترت إنه المستفيد الأخير فعليا من برامجهم إنه ما يكونش عنده قريب أو قريب شهيد أو قريب أسير أو كذا فكنا نشوف مثلا تعرفي هناك كان فيه تحفظ ماما بعد 7 أكتوبر اليوم بسمع نقاشات عند الصناديق إنه مش لازم تقدم أنت فعليا كشف بوين أصرفت الفلوس لا لازم تقدم أسماء فعليا المستفيدين الأخيرين فأنا لما باجي بتطلع مستوى الخطورة اللي كان مرعب لإيلي مجرد إني أطلع عليه بالمناسبة بحلقة فادية سلفيت على موضوع التمويل والشروط الجديدة ما بعد 7 أكتوبر كان فيه إشي مرعب يعني بس لما برجع هلأ للأنروا إنه مستوى الخدمات اللي بتقدمها إذا بدها يعني تخضع لهذه الشروط إحنا قاعدين بنحكي على هندسة مجتمع على هندسة شعب أكتر من فكة فعليا فكرة النقاش حياد أو نقاش لمين يستفيد أو مين يستفيد من الخدمة ومين لا دخلنا على المناهج وبعدين بدنا نوصل لمحل إنه مين بده يتعالج ومين بده يأخذ الكوباني أو مين بده يعني يستلم خدماتنا هون عم نحكي على هندسة جديدة مش أقل خطورة بالمناسبة من اللي صارت 2006 و2007 يعني بتعريف الفلسطيني والفلسطيني الجديد أنا هيك صرت أشوفها صحيح صحيح يعني الحديث عن التمويل المشروط يطول بالحالة الفلسطينية وبتعرف إحنا يعني خدنا هذا النقاش في محلات كتيرة الأونر ما مش بمعزل عنه وبمين إرادتها وقعت هاي الاتفاقية اللي هي بتحكي على نفس الحكات في أحمد إنه شروط الولايات المتحدة اليو اس ايد اللي فرضتها إنه بدك تعرف مين المستفيد ولمين بيروح وإذا بينتمي لفصائل أو أحزاب سياسية أو أي أطر عسكرية وغيرها فبالتالي هاي الرقابة هي نوع سلبت أو تسلب أي مؤسسة سواء كانت الأونروا أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أو مؤسسات دولية أخرى حياديتها بالنسبة لأمم المتحدة ومصدقيتها أيضا لأنه هي بتكون أدالة تنفيذ هاي البرامج وأهدافها بإعادة تشكيل المجتمع والنخاب حتى الإعادة الإنتاج المادية إحنا منتذكر اليو اس ايد لما اجتاحت بعض مناطق الضفة ولما كان من الشعب الأمريكي للشعب الفلسطيني إنه هذا الشارع تم تعبيده بدعم من الشعب الأمريكي وهي كانت مستفزة كتير للفلسطينيين يعني إنه هذا مش مجرد تعبيد شارع ولا فتح دوار ولا إعادة ترميم بيت هاي نوع من محاولات إعادة تشكيل هويتنا وفضاءنا وأدوار مؤسساتنا وكله فالحديث عن التمويل المشهوط والمفروض يعني هذا يمكن بيسواله حلقة خاصة هو حلقات ولكن الأنرة ما كانت معزل عنه حلقات لحاله أيات عندي فضول أعرف طب بآخر السنين الأخيرة من وقت ترامب ازدادت فعليا الحديث عن مخاطر التأثير على الأنروا وانعكاساتها فعليا على المجتمع على الشعب هل في ساحة مثل ساحة غزة اللي واحدة من أبرز نشطات الأنروا كان في أي إجراءات فعليا للاستعداد أو لأخذ مساحة من الأنروا وأيا كان مفاجأ إلى إلي كان بحلقة كمان سعيد أبو قمر في حول الأمن الغذائي عم بيحكيلي على أنه المخازن في مخازن الطحين أو القمح في غزة كانت تكفي لثلاث أشهر ستين في المئة منها مع الأنروا فأنتي قاعد بتحكي يعني على مستوى الغذاء مش هي مساعدات غذائية أنت بتحكي قاعد على دولي يعني على الحكومة بحد ذاتها إذا عندها هذا الكام من الحضور على مستوى التعليم والمدارس وعلى مستوى فعليا الغذاء طبعا أنا بدي أخذ هذا التعريف أحمد منك وأحكي أنه هذا موجود يعني البعض بشوف الأنروا هي كشبه دولة أو بالإنجليزية بسمه كوازي ستريت يعني لأنه هي بتقوم بكل الأدوار اللي ممكن تطلع فيها الدول لأنه تأمن تعليم وصحة وغذاء وطرق وخدمات بلدية إلى آخره ولكن إنه ما إلها يعني لا إلها أرض ولا شعب ولا سكان يعني يعني هاي الأمور الأخرى اللي هي بتشكل الدول ولكن هي ينظر إلها على إنها شبه دولة صحيح وهذا نوع جزء من تخوف بعد الأنظمة أو الدول اللي هي إلها تفويد فيها منها وكمان اللي اليوم برجعنا لسؤال غزة واللي بصير بغزة هو الأنر وهناك يعني قد تحمل عديد من النقد وأدوارها لأنه في البعض يعني من السابع من أكتوبر من لما إسرائيل هددت بإعلان الحرب واجتياح القطاع طلبت من أجهزة الأمم المتحدة والأمم المتحدة بإخلاء مناطق الشمال وأول ما الخرج من الشمال هي الأنر وتركت اللاجئين بالشمال والشمال للمجهول يعني فتخلت عن دورها وتخلت عن مؤسساتها وتخلت عن يعني دورها الأساسي بتفويدها إنه هي تغيث وتساعد اللاجئين الفلسطينيين والتحديد بأوقات صعبة مثل الحرب فهذا واحد من النقد اللي يجعلها إضافة للمخازن لأنه هي دائما في عندها تعرف هاي خطط استراتيجية إنه أنا بجيب مخزون من القمح بوزعه على فترات وهيك ولكن في ظلم جاعة تمر فيها القطاع ما كانش لازم إنه هاي العقلية ضل حاكمة المؤسسة لازم كان فيه ضرف طوارئ يؤدي لتوزيع عادل لهذا المخزون ولكن ثقة للحرب والوحشية يعني دائما أنا برده للجانب الإسرائيلي وحشية إسرائيل من ناحية القصف الجوي واستهداف المدنيين استهداف المنشآت يعني المنشآت الأونروا استهدفت بالحروب كافة في 2008 2009 2014 2021 وغيرها لكن ما كان بالكثافة اللي تعرضت لها الأونروا اليوم إحنا بنحكي عن مئات المنشآت التابعة للأونروا اللي تم تدميرها بالكامل اليوم مدارس الأونروا اللي بتشكل ملاجئ للنازحين واللاجئين داخل القطاع عم تستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي السلاح الطيران الإسرائيلي فهذه الاستباحة المطلقة لكل شيء داخل القطاع ما عمل يعني ما بيعطين رفاهية النقد المطلق مثل المساحات الثانية اللي احنا متحررين فيها منتقل الحرب والأعباء القائمة على الأونر والأينو هي لازم توفر الغذاء ولازم توفر الدواء ولازم توفر النظام الصحي والتعليمي واليوم إسرائيل بتدمر كل هدو داخل القطاع وعم بتواجه الأونروا بأدوات مش بس بالحرب والتدمير اليوم في تشريع داخل الكنيسة انه اعتبار الأونروا هي منظمة إرهابية وهذا له مستويان بحربها ضدها على الأرض وبحربها ضدها بالمجتمع الدولي انه بكرة هذا التحريض هيكمل بإتجاه الممويلين وتجفيف مصادر تمويل الأونروا بإتجاه إنهاءها وإنهاء وجودها لأنه أساس عملها بيطلب وجود نيزانيات لتطلع بالمهام اللي لازم تطلع فيها فالنقد أكيد مشروع ولكن أنا بحمل المسؤولية الأولى والأخيرة لوحشية الاحتلال وهما جيته ولدوره يعني حرب الإبادة الجارية عن بتطال كل شيء داخل قطاع غزة دون استثناء لا للاجئ ولا لمسن ولا لطفل ولا لامرأة ولا لشاب يعني يعني يا حرب إبادة شاملة تجاه كل مكون داخل قطاع غزة والمسؤوليات اليوم أصعب والتهديات أصعب مثل ما حكيت على الأونر ولا إنه هي مهددة وجودها كامل ومهدد مش مديا داخل القطاع ولكن كوكالة بتطعنا باللاجئين من قبل إسرائيل اليوم سواء بالتشريعات أو بالتحريض الدولة ضدها هيات وأنا قعب أسمعك قعب أخاف أكتر وبرجع للصور الأولى ما بعد الطوفان لما كان بنحكي على قضية التهجير يعني بمعنى برجع مرة تاني وبتعرفي شكرا أنك بتشاركين الرأي إنه لو النظام المصري زي يعني صراحة لو ما كانش خايف مننا لو مش خايف إنه إحنا نعمل عمليات من سينة فعليا على ضد إسرائيل ما كانش فعليا يعني بالشكل اللي أنت قاعد بتحكيه بمصار وصيرورة فعليا الأنر ومن تأسيسها اليوم بحس أنه بكل مرحلة يمكن فعليا تنظيم الوجود أو تنظيم حالة التهجير الفلسطينية أو الترحيل الفلسطيني بشكل ما ومأساسته أيضا يعني إحنا تتخيلي بس من مصار الحلقة من الأول كنا نحكي متوجسين أو لا وصولا للمحل اللي بنحكي على 60% من قمح أو طحين قطاع غزة اللي فيه 2 مليون تحت تحت هذه المؤسسة إذا بدي أرجع مرة تاني لما بعد فعليا الفترات الأولى ما بعد الطفان أنت كنت خايفة من التهجير فعلا ممكن تحكي لي هيك مشاعرك في حينها يعني شعور هلأ مش معلومات مش تحليل شف بالشهر الأول والتاني يعني ما كانش عند الخضي يمكن أنا شرط ورقة بهذا الاتجاه إنه أنا اللي عم بحكي في إنه التهجير لن يتم مثل اللي صار بالـ 48 بس خلينا نرجع عشان نوصل لهون خلينا نرجع بس حكي لشعورك حكي لشعورك أواشي حكي لشعورك مش تحليل شعوري بالخوف هلأ أنا جاي شعوري بالخوف هو مثل أي فلسطينية أو فلسطيني إنه التهجير قادر التهجير يعني يمكن إذا ما قدرت عليه ما كنت الحرب ما بعد الحرب حيكون وارد جدا لما يستفيق الناس على مجتمع مدمر بالكامل لا مدارس لا مؤسسات لا تعليم ولا صحة ولا أدنى متطلبات الحياة متواثرة ما هي الخيرات أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما بعد الحرب أو عندما تسكت آلة القتل الإسرائيلية هون التحديات علينا كفلسطينيين كتير كبيرة تحدياتنا إحنا لما لازم نتركها لخيار الفلسطيني بغزة أو الفلسطينية بغزة لأنه حق مشروع لأي إنسان بتعرض للخطر لأنه جاء من هذا الخطر وحق مشروع يعني كفلت وكل الأعراف الدولية أصلاً ليش صار في عنا لاجئين ولش صار في نظام دولي يعني باللاجئين لأنه هذا حق من حقوق الإنسان إنه الإنسان يبحث عن مأوى في حال تعرضه للخطر أو الاضطهاد أو احتمال تعرضه للخطر أو للاضطهاد ماذا تعريف اللاجئ فبالتالي هذا الحق يجب أن يمارس مش يجب أن يمارس بمعنى أنه إحنا ندعو الفلسطينيين لهجرة من غزة ويلا هاي الباب مفتوح ولكن يعني عاطفياً أنت سألتني عاطفياً أنا مع النجاة مع أنه الإنسان يكون حق في الحياة وأنه ينجو حق أنه يكون فيه إله مكان يهرب إله إذا خياره أنه بده يسمد بيقاوم هذا خياره بس لازم كمان يكون عنده خيار على أنه يكون عنده ملجأ آمن الفلسطينيين في غزة بحرموا هذا الخيار لعدة أسباب فرضها الاستعمار الاستيطان الصاهيوني والحارب على غزة ولأسباب فرضها النظام المصري على الحدود أنه هو أغلق الحدود ودائماً يحمل الطرف الإسرائيلي المسؤولية بأنه قال أنه فيه أعطال داخل معربة رفح فيه أشياء فكتير من الأمور اللي تحجج فيها النظام هي أساسها وجود قرار منه بإغلاق الحدود مع غزة يعني وهذا مش قرار جديد يعني متعزز بالحرب الحالية يعني نعرف أنه الحصار على غزة هو مش حصار فقط ممارس من قبل إسرائيل وقبلها الأنظمة اللي ساعدت في بقاؤه هذا على الجانب العاطف يعني أكيد بنفع قبل ما ندخل على الجانب غير العاطفي أنا من عندي يعني ما كنت شايف الصورة بالشكل اللي أنت هلأ يعني ساعدتيني أشوفها وأجمعها بس فعلياً كنت أفكر أنه لا صعبة لأنه يعني مش راح تصير بس هستو أنت قاعدة بتحكي هذا اللي أنا بحاول أحكي لك أنه جاني شعور سيئ بأنه في قدرة عالية عند الأنظمة وعند الدول وعند الحكومات وإحنا على مستوى داخل وعلى مستوى خارجي على التكيف مع أي واقع موجود تقدر إسرائيل تفرضه يعني هيك فعلى مدى على مدى طويل وأنا مدى اللي حكيت فيه هو الجانب الآخر اللي هو مش عاطفي اللي هو مبني على التجربة التاريخية يعني الشعب الفلسطيني تعلم من تجربة 48 وحالة اللجوء من 48 لا تزال ماثلة في ذاكرة الجيل الثالث وحتى الرابع من أجيال النكبة لليوم وكأنه بعايشوها هاي التجربة ممكن تمنع التهجير داخل غزة لأنها لا زالت ماثلة في الأذهان عبر الأجيال إنه الإضلال اللي تعرضوا له الأوضاع السيئة اللي عايشوها كمان اليوم يعني على الأقل بالسابق كان فيه نظام عربي اليوم ما فيه نظام عربي يعني كان فيه بهذه الفترة جمال عبد الناصر وكان فيه يعني نظام عربي متشكل اليوم ما فيه نظام عربي اليوم العرب يسعى للتطبيع مع إسرائيل يعني ودول طبعت حقيقة أن هناك خوف من تطبيع دول أخرى جديدة للعلاقات مع إسرائيل فبالتالي اليوم فيه توجس عند الفلسطيني إنه ما حيكون إلهم ضائزة تلعوا ما حيرجع يعني لأنه إسرائيل وغن بدي أرجع عن اللي كنت أحكي فيه إسرائيل بنية أساسية فيها هو التهجير والطرد لأنه أي استعمار استيطاني يقوم على طرد الشعوب الأصلانية الشعب الفلسطيني مستهدف من قبل إسرائيل بالطرد من الثمانية من ما قبل الثمانية وأربعين لليوم وإحنا اليوم منسمع هاي الأشياء في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في تصريحات بنك فيروس ماتريتش والليه مش متوقفة على غزة فقط وما بيحكوا على تهجير الضفة أيضا إنه استعادة إسرائيل يعني استعادة سيطرة إسرائيل على كامل فلسطين التاريخية إنه ما يبطل في هذا التمييز حكم عسكري سيادة كاملة إسرائيل هاي أرض إسرائيل فبالتالي لتحقيق هذا لازم يتردوا الفلسطينيين وعملية الطرد والترانسفر والتهجير القائمة من 48 لليوم بس بأساليب مختلفة أساليب تدريجية بنتها بتشريعاتها وقوانينها والأجهزة اللي أنشأتها وأشياء متعنقة بالحرب المباشرة زي اليوم بنشوفها في قطاع غزة فبالتالي التهجير دائما حاضر ودائما هو تصيرورة دائما من وبنية في المشروع الاستعماري في فلسطين تالي مجابحته اليوم هي تحدي أمامنا كفلسطينيين وما لازم يتحملوا أهل قطاع غزة فقط اليوم بتوقع علينا مسؤوليات لخلق ظروف أنه في حال سكتة آلة الحرب أنه الفلسطيني في قطاع غزة والفلسطينية في قطاع غزة تكون قادرة على البقاء لأنه في عندهم إسرار عظيم وسنود أسطوري للبقاء داخل القطاع ولكن يوم مهمتنا اليوم أنه نعاونهم على هذا البقاء وهذا ما بيتم بجهود فردية هذا بديه جهود جماعي وبيده آليات عمل وبيده قرار سياسي وللأسف القرار السياسي في رمالله هو بعيد جدا ويمكن هو بالمريخ والناس على الأرض فهو ما يعني مش على قدر التحدي ومش على قدر المواجرها والبعد ينتظر الحلول من إسرائيل والولايات المتحدة والدول الإقليمية ليكون له دور بغزة قادر وهذا ما لازم يترك ويجب التفكير في مواجهته والتصدي إله وخلق بداء الحقيقية للشعب في غزة وتعزيز سمود هالأسطوري اللي هو بإرادة أبنائها وبناتها والناس اللي ضحت بكل شيء داخل قطاع خاص أنتي هذا اللي حكتي هسا هو سبب وجودك داخل مبادرة المؤتمر الوطني الفلسطيني نعم هو دافع أساسي من الدوافع الأساسية لوجود داخل مبادرة النداء من أجل قيادة في الفلسطينية موحدة وإعادة بناء النظم التحرير لأنه ما لازم يترك الفلسطينيون لما يحاك سواء إقليميا أو دوليا لخيارات ما تسمي إسرائيل باليوم التالي للحرب على غزة الشعب الفلسطيني لازم يقول كلمته ولازم يكون حاضر لا يبتل أي مخطط لا يتطابق مع حقه في تقرير المصير والعدالة في فلسطين فبالتالي هناك جهود باتجاه الدعوة لقيادة فلسطينية موحدة تكون على قدر التحديات القائمة اللي فرضتها الحرب الحانية واللي بيفرضها بشكل دائم نظام الاستعمال والأبارتايد بفلسطين وتكون على قدر كمان حملات التضامن حركات التضامن العالمية اللي اليوم في إلها زخم كتير كبير وعادت القضية الفلسطينية بزخمها على الساحة الدولية وما لازم يضل هذا الفراغ هذا الفراغ يعني ممكن أن يملأه أي من الخيارات اللي عم بتفكر فيها إسرائيل والدول القيمية والولايات المتحدة فلذلك يجب العمل وبشكل جاد على إعادة مناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية شاملة وعلى حكومة وحدة وطنية وحكومة موحدة تكون مرجعيتها هي مرجعية نضالية تحررية وليس مرجعية تسقفها أوسلو واللي وصلنا اليوم من انقسام وتمزق للشعب الفلسطيني طيب اشربي لك شربة مي قبل السؤال الجاي عشان أنا بدي أحكي لك أنه اللي حكتي ممتاز بس بالبرامج التلفزيونية بسألوك إيش أكتر عنه في تقارب بدي أحكي لك استأذنك وأقول لك أغلب اللي حكتي شعرات تمام الكل بحكي ومكررة وخلص اللي هو تمام حتى بحس ممكن أنا إذا بسمع هيك بودكاست بقول أوكي شوف شو صار هون فتحت موجة تاني سنفع أسأل هون أنه لما أنت بتحكي على هذه الحلول كيف عينيا ممكن تتصدى لخطة تهجير وعينيا ممكن تتخطى تشعر الناس بالأمان أكثر من مخاطر الترحيل وعينيا ممكن كمان تكون فعليا بتأدي دور رقابة على الأنروا وتأدي دور رقابة كمان على نشاطاتها وتواجه فعليا التحديات أو العقبات اللي قاعدة بتمر مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مش في هذا الجلسة رح نلاقي حلول لهاي القضايا العظمى يعني بس بنفس الوقت بحتاج أنا أعرف كيف المقولات الكبيرة السياسية تنزل على الأرض ونصير نحكي فيها يعني بصبوض حالة الإحباط اللي أنت عم تحكي عنها أحمد مبررة لأن الانقسام السياسي وثقنه على الشعب الفلسطيني والمحاولات المتكررة لإنشاء حكومة وحدة وطنية من القاهرة لاستنبول للضوحة لليوم الصين يعني أنه الشعب ما اللي يسمع هاي الشعارات بدون برنامج حقيقي وأساسي وأساسي على الأرض يعيد بناء عن جد قيادة فلسطينية موحدة كمان أنه سمع كثير عن مبادرات تدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير وللأسف مش فشلت هي أفشلت أو تم الهجوم عليها بشكل أدى إلى إما إضعافها أو أنه ما تشكلش تيار واسع داخل الشعب الفلسطيني وهذا مربوط بين نظام أوصلون لنفرض السلطة الفلسطينية القائمة اليوم برمالة وحتى بغزة ما قبل الحرب يعني كان فيه نوع من أنه خلص فيه كل حماس بالضفة حماس بغزة فتح بالضفة أو محمود عباس بالضفة صار فيه نوع من نوع من حكومة الأمر الواقع أو الحكم النون دي فاكتو أنه موجودين وخلص ما حدش بده يتنازل للطرف الثاني فالشعب مل من أنه يسمع هيك حكي وهيك وانا كمان وانت كمان يعني عشان بس أحكيلي بسياق التهجير بسياق التهجير نزلين على الأرض بسياق التهجير هو التهجير مثل أي برنامج آخر أحمد ما بينفع تواجهه بشكل فردي ما بيده بس مجموعة تقنيين ومختصين يجوا يحطوا برنامج لإعادة الإعمار أو يحطوا برنامج لإعادة بناء قطاع التعليم هذا مهم وأساسي ولكن هاي العملية إذا ما تبعها عملية سياسية بتضل حكي بالهواء وعشان ما تضلش حكي بالهواء وأمور تقنية وكيف بدنا نجيب اسمنت وكيف بدنا نطلع الركام من غزة وقداش بياخد سنوات وكيف من هاي وصير برنامج عملي بده مشروع سياسي والمشروع السياسي هذا بده جهود لإعادة لإنه اتفقنا على إنه الحالة السياسية القائمة أولا فيها فراغ ثانيا ما بتلبي التحديات ولا هي على قدر التحديات لا القائمة ولا المستقبلية للشعب الفلسطين فبالتالي أهمية هاي المبادرة واستثنائية يعني ديش أجي أحكي بالاستثناء بمعنى إنه هي استثناء ولكن هي يعني مبادرة إلها خصوصيتها النبعة من الظروف القائمة من التوقيت والتحديات اللي إحنا منعيش فيها الجانب الآخر من شموليتها يعني إحنا شموليتها بتتلخص في عدة محاور أو اتجاهات الأولى إنه إحنا كتير من المبادرات اللي دعت لا إعادة بناء منظمة التحرير إما كانت تتعلق بفلسطينيين خارج أو كانت تتعلق بمجموعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها ولكن إلها إطار أيدولوجي محدد شاءت أم أبت أخذت هاي الصبغة بعدم خيارها أخذت هذا النواح إضافة إلى المواجهة الشرسة مع السلطة القائمة بالضفة الغربية والمواجهة مع الأجهزة الأمنية والاعتقالات والتهديد ودائما أي مبادرة كانت تطلع وتدروا لإعادة بناء منظمة التحرير تتهم على إنها تخلق بديل لمنظمة التحرير هاي المفارقة العجيبة إنه هاي المبادرات من 14 مليون والفلسطينيين الخارج أو المؤتمر الشعبي الفلسطينيين الخارج وغيرها وجور كلها تهمت إنه هاي تسعى لخلق بديل لمنظمة التحرير مع إنه نداءها الأساسي لإعادة بناء منظمة التحرير فكان دائما هذا المدخل باتجاه تشويهها باتجاه ضربها وعدم خلق قاعدة اجتماعية حواليها فمن هاي الناحية خصوصية شمولية هاي المبادرة بإنه هي بالضم الداخل والخارج يعني على البيان في توقيع حوالي 1400 شخصية فلسطينية وقعت 1400 شخصية فلسطينية بارزة يعني هي لشخصيات بارزة في المجال اللي هي بتكون فيها يعني في عنا أسرام محررين في عنا طباء في عنا مهندسين في عنا أكاديميين في عنا حتى نخب سياسية تنتمي لتنظيمات سياسية ولكن وقعت بصفتها الشخصية لا تكون جزء من هاي المبادرة كمان في قيادات بالنشاط الطلابي بالولايات المتحدة بأوروبا في ممثلين عن جاليات في ممثلين عن حركات ومجموعات تشكلت داخل فلسطين وخارجها اللي هي داعمة لفكرة البيان وأهدافه اللي عم تسعى اليوم لتشكيل قوة دفع باتجاه إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ويجاء يعني خلق قيادة فلسطينية موحدة على أساس برنامج تحرري يجابه التحديات القائمة بتأسألك كمان سؤال بس هذا من القلب إلى القلب تمام أنت كنت فعليا كان عندك مصار في البلد طلعت وصفرت وفعليا عملت الدكتوراه وصرت منشغلة فعليا بالجانب البحثي والجانب الأكاديمي طبعك أكتر ما بعد الطوفان ناس كتيره اهتمت بالكارير طبعها واهتمت بأنه تكتب وتحديدا الأكاديميين جانب كبير منهم يهتم يكتب مقالات في مجلات محكمة وكمان يبعد عن القضايا الإشكالية قدر الإمكان انت اليوم يعني عكس هذا الطيار وبعيدا عن مين هو الطيار السائد يعني بس في المساحة اللي انت عم ترجع مرة تانية لناشطة بالمعنى الإيجابي كمان يعني اللي هو كان ممكن تكوني مدرسة أو باحثي وفقات وتهتمي بهذا المجال شو تدافع اليوم اللي عم بيكون عندك على مستوى شخصي لا كآيات ولا مبادرة ولا مؤتمر ولا شي آيات اليوم عم بتحاول تعمل شي أو حاسة إنه هي بتدفع حالها إنه تعمل شي وبحماس عم تحكي عن الموضوع يعني أنا مش كعب باخد إيجابي بس أعطيني فعليا يعني من القلب إلى القلب أرجوك هلأ من القلب إلى القلب بس بدي أتحفظ على هاي الحدية إنه في غير يعني إنه التزم هاي حلقة تانية هاي حلقة تانية هاي الكاريريزم حلقة تانية يعني هلأ أنا دائماً ما بشوف إنه الأكاديميا مفصولة عن نشاطك وعن دورك كفاعل اجتماعي وسياسي لأنه اتنين بيودوا ع بعض أحمد وبالتحديد بحالتنا كفلسطينيين إحنا مجتمع عائلة تسيس وبصير العبئ كتير أكبر ما تكون بره بلدك واليوم أنا جزء من هذا الشعب وجزء من هذا الشباب اللي بداية الحلقة حكينا إنه متهم إنه جيل أوسلو واللي يمكن كان عنده تجارب داخل فصائل أو أخذ مسافة من الفصائل التقليدية وهيك واللي بحث عن مبادرات جديدة إلها أهداف سياسية لا تقل بأهمية عن أدوار الفصائل أصبحت اليوم موجودة وإلها تقلها داخل فلسطين وخارجها إنه همي جاي من هون بيشبه كل هدول بيشبه هذا الجيل بيشبه تطلعاتنا كشعب إنه اليوم إحنا موجودين بقوة على الساحة الدولية يعني أغلب أحرار العالم ما بدي أحكي إنه إنه الأحرار في العالم اليوم فلسطين هي قضيتهم هي شغلهم الشاغل فكيف ما بدها تكون قضيتك فلسطينية أيضا أنا والعمل يعني مش بس العمل الشعراتي أو الأكاديمي إنه يكون العمل الحقيقي باتجاه تحديد شو ممكن تعمل وشو ممكن تغير بهاي الظروف الصعبة والقائمة واللي جذبني أيضاً للمبادرة أحمد إنه تعرف دائماً إحنا اجتمعوا بالقاهرة واتفقوا على وحدة وطنية وخلاص عمل المؤتمر وراح فيش إش عملي لتنفيذه إنعقد المؤتمر الفلاني لإعادة منظمة التحرير المؤتمر وهيك بس ما ما تطور إشي عنه هاي المبادرة اللي بميزها إنه هي عم تدعو إنه ما تكون حدث إنه المؤتمر الفلسطيني يعني إنه مش هدفه هو عقد المؤتمر لأجل المؤتمر إنه هو بده يجاوب عن الأسئلة اللي حكينا فيها بده يدفع يشكل قوة ضغط لتأسيس حكومة عمل وطني عمل وطني اللي تتجاوز التحديات وإعادة بناء منظمة التحرير كمان بده بده يكون جزء من هاي مش بس بنادي وبيوقف يعني هو مش حدث هو سيرورة حيكون فيها الجزء الآخر إنه الدور إنه دائما إنه بتحس إنه إحنا علينا كشباب بعد يعني أي حامل لأي مشروع هو الشباب يعني واليوم ممكن إحنا كشباب نتحمل المسئولية الأكبر بهيك مشاريع بغض النظر وين هي وكيس هي يعني اليوم نشوف الشباب بأمريكا عم بيدفع ثمن حقيقي بتعليمه بتوظيفه بخسارة كل الامتيازات اللي حققتها واليوم بس هو مصير على نضاله بنشوف هذا الإشي أيضا بأوروبا بنشوفه بفلسطين فبالتالي الشباب هو أساس في كل من هاي المبادرات وأنا حضوري هو جاي من هذا الاتجاه والجانب الآخر هو الجندري إنه كامرأة أيضا لأنه هاي المبادرة أنا بشوف فيها مساحة للنضال النساء إنه تكون جزء وحامل ورافع أساسي وحاضر فيه وتكون جزء من إطار العمل وإنه ما تنترك كل الساحات لغيرنا يعني بيها إحنا كشعب فلسطيني بكل طاقاتنا بكل تنوعاتنا الأيدولوجية الفكرية الطبقية الجغرافية إنه نكون موجودين ونكون فاعلين ونكون إلنا صوت واحد رافض للحلول المفروضة اللي حتنفرد أو يسعى الآخرين لفرضها وكمان صوت يسعى لبناء لإعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني كحركة تحرر تسعى للتحرر والعدالة في فلسطين ومواجهة نظام الاستعمار الاستيطاني والأفارتايد ما بعد سبع أكتوبر ما بعد الطفان ما بعد الإبادة كل حدا فينا تغير واضح لي فعليا يعني بسياق الحديث حكينا على مستوى عام حكينا بشأن عام فعليا كيف أنت يعني بواحد من المصار صار فيه تغير فعليا بالفكرة أو بالرؤية بس إذا بدي أمسك على مستوى شخصي شخصي خاص شخص كتير شخصي شخصي كل حدا أعاد أو صار يشوف إشي بشكل مختلف أو أعاد الاعتبار لأشياء أو تخلص من أشياء بنفع تشاركيني شو تغير فيك أو شو تغير في نظرتك لأشياء شخصية أشياء عامة ما بعد الطفن وما بعد الإبادة تخلص من أشياء تخلص من أشياء كمان يعني أكيد حرب الإبادة الجارية إنه أثرت فينا كتير على الجانب النفسي والعاطفي والجانب الإنساني مش سهل أبداً عليك كإنسان ولا كجزء من هذا الشعب إنه تكون متفرج على الشاشات وشعبك يباد على الأرض تشوف الأطفال تشوف تشوف كل هذا البشاعة اللي عم بتشوفها اليوم اللي تمارس بغزة وإنه بتصير حاسس إنه الإنسانية فقدت فقدت من العالم إنه ما في صوت اللي يجري يوقف البشاعة اللي عم بتصير والمجزرة اللي عم بتصير فيه نوع من التساؤلات من هذا النوع إنه هل أنا إنه هل إيماننا لازم يضل راسخ بحقوق الإنسان والمثل اللي إحنا كأكاديميين وكنشطاء وكفاعلين سياسيين دايماً بننادي فيها ودايماً نحكي عنها واللي هي فقدت معناها بالحرب الأخيرة على غزة هذا كم سؤال دائماً وكان تحدي إنه نظل مأمنين فيه يعني على الرغم من البشاعة واللي بصير بغزة يعني أنا بشوف إنه من الضروري إنه نتمسك بإنسانيتنا ونتمسك بعدالة قضيتنا ونتمسك بالإيمان بالإنسانية بشكل عام يعني إني أنا لما بشوف المظاهرات بأوروبا وبأميركا وكل جزء من أجزاء العالم هذا بيعطيلي دفع معنوي على إنه إن الإنسانية استبخار وإنه فيه اليوم جبهة يعني مساندة للشعب الفلسطيني على أطور عدالة وأطور إنسانية وأطور تحرر اللي كلنا إحنا بنآمن فيها كبشر فكنت بقاوم إني أفقد هذا الأمل بالإنسانية وإنه أضل متمسك فيه وهذا دوري اليوم ودورنا كلنا إنه نضل متمسكين فيه لإنه غير هيك بتصير هي الشريعة الغاب اللي تحكم لازم نضل مأمنين بإنه في مساحة للإنسانية وفي مساحة لحقوق الإنسان وفي مساحة للنضال على المستوى القانوني والدولي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى القاوم المادية على الأرض والعسكرية فكل هاي الأطار بتأدي لبعض ومش لازم نختزل نضالنا بأداة واحدة سواء كانت قانونية أو حقوقية أو مسلحة أو سياسية لازم يكون في رؤية استراتيجية اللي هدفنا لتحررنا لتحقيق العدالة في فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير لنا كشعب ضحى كتير ومر بأزمات كتير ومن حقه مثل أي شعب من شعوب العالم إنه يكون موجود على أرضه ويبني كيانه بالشكل اللي هو بناسبه ممكن تشاركيني كمان شيء أكثر خصوصية عن مستوى خيارات فردية عن مستوى خيارات فردية يعني ما بعرف يعني بس أنا بحس أنه يعني إحنا قبل 7 أكتوبر كنا إيشي واليوم إحنا إيشي تاني بمعنى يعني أنه ما عادش أنت تفرح ما عادش أنت تنبسات ما عادش أنت تحس أنه في طعم لهاي الحياة والوجود تبشغول بـ 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع ومدار الأشهر بالمذبح الجارية وشعور العجز يعني قاتل بهاي باتجاه أنت ما عاد تستطيع أنك تغير بهذا الواقع هنا على المستوى العاطفي والشخصي لأنه كنا نتمنى أنه يكون عنا هاي العصة السحرية أنه هيك أعمل كل شي يتغير ويرجع مثل ما كان يعني يمكن بعرفش إمتى ممكن نستعيد إحساسنا بالفرح إحساسنا بالأشياء البسيطة باللي كل إنسان بيحس فيها طبيعيا يعني أهيات شكرا جزيلا يعطيك ألف شكرا أحمد الله يعاشيك نورت تقارب إن شاء الله المرة الجاي بتصدفيني أنت بس على فنجين كهوة كتيرة وفواكه والأشياء اللي عندك ممنون لك على هذا الحوار شكرا ساعتيني أشوف صورة أكتر وكمان حتى صرت أميز مشاعري اتجاه كل فكرة التهجير الهجرة الأنروا وممنون لك كمان على فتح قلبك يعني بعرف أنه أنت قومت أنه تروح إلى هذا المساحة قدر الإمكان بس ممنون لك أنك فتحتي قلبك وشاركتينه شكرا جزيلا شكرا كتير أحمد وأنا بسوطة بأنه كنت جزء من تقارب يعطيك ألف عافية شكرا لك شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية بدي أذكركم قبل ما أختم ب أشكركم مقدما ودائما على مشاركتكم أسئلتكم أفكاركم مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة والضيوف تقارب بفضل هذا المشاركة دائما بكون أقرب لكم شكرا على مشاركتكم هذا المحتوى هذا الحوار مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه وشكرا على استثماركم في دعم تقارب ودعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف وشكرا جزيلا نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بودكاست تقارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر